يا مساء الفل على كل جماهير النادي الاهلي وتغطية خاصة في ليلة القمة 124 بين الاهلي والزمالك مباراة الاهلي والزمالك اللي دائما وابدا بتحظى بمتابعة كبيرة مش متابعة كبيرة بس في مصر لا ده في كل الوطن العربي وفي افريقيا وفي العالم كله دائما مباراة الاهلي والزمالك بتكون من المباريات الحلوة اللي دائما بتشهد اكتشاف نجوم على مر التاريخ قبل ما روح نتكلم النهاردة عن ليلة القمة بين الاهلي والزمالك وابرز الارقام وكمان هيكون معنا النهاردة تحليل فني مميز على قناة الاهلي ويكون ضيوف النهاردة كابتن ماهر همام وكابتن احمد ابن سلم وذكريات عن مباراة القمة وازاي اللعيبة في ليلة المعسكر بيستعدوا لهذه المباراة المهمة وايضا كمان هيكون معنا في الجزء الثاني الدكتور احمد سابت والتحليل فني ازاي الزمالك هيلعب بكرة ازاي هيواجه النادي الاهلي ابرز تشكيل لعب الزمالك نقاط الضعف ونقاط القوة في نادي الزمالك او في فريق نادي الزمالك ده يكون معنا في الجزء الثاني لكن حابة ابتدي حلقتنا النهاردة النهاردة لازم دايما كل حلقة نفكر بعض بالجواب اللي جي من الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري لكرة القدم وكان مصير الجواب انه يدخل الضرب واحنا النهاردة بنتكلم بعد اصدار لجنة الشفافية من قبل وزارة الشباب والرياضة عن مصير اتحاد الكرة او عن ما فعله اتحاد الكرة والادارة التنفيذية بقيادة الاستاذ وليد العطار احنا بنتكلم النهاردة بعد 48 ساعة من اصدار هذه اللجنة للقرارات وايدانة اتحاد الكرة والادارة التنفيذية ما فيش حد تحاسب ما فيش حد تحاسب المخطئ ما تحسبش بالعكس كان المؤتمر اللي عمله النادي الاهلي وادام فيه اتحاد الكرة وكشف فيه كل الوقائع بالمستندات وزاي اتحاد الكرة المصري وزاي الادارة التنفيذية اخفت هذا الجواب المهم وهذا الخطاب المهم واحنا النهاردة النادي الأهل ما بتكلم ما بتكلمش باسمه بتكلم باسم مصر بطولة ضاعت على مصر النهاردة شوف أرقام النادي الأهل اللي هو بمصر المصر والفرحة الوحيدة في كرة المصرية بعد إخفاق المنتخب هرجع حضراتكم للحكاية من أولها الحكاية بعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية في فبراير 6 فبراير كان مشغول الاتحاد المصري وكل المسؤولين وكل الموظفين فيه بعدها ما يقرب من 20 يوم حصل اجتماعين في الاتحاد المصري أو في مجلس الاتحاد مجلس الإدارة اجتماعين الأستاذ وليد العطار بعد الاتحاد الأفريقي ما بعت له الجواب أخفى هذا الخطاب ولم يعرضه على اتحاد الكرة في الجلسات المنعقدة مجلس الاتحاد وعرضوا على الوزير ناقص بعد ما كان البند 7 بنود عرض عليهم خمس بنود بس كان البند الأهم فيهم وكان البند الأول فيه بنود الاتحاد الأفريقية وتنظيم دوري أبطال أفريقيا عرض عليهم خمسة بس ولللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها ما فيش أي جديد ايه الرسالة اللي انتوا عايزين توصلوها بالعكس الاتحاد الكرة كان يوم الخميس السابق فيه المؤتمر اللي عملوا اللي احنا شفنا فيه زي ما احنا شافين قدامنا دلوقتي الخطاب اللي اتعرض من قبل الاتحاد المصري للوزارة وكان ناقص أهم بند فيه ده نقدر عليه الخطاب نقدر نقول عليه الخطاب المنقوس الخطاب المنقوس في الوقت حتى كابتن حازم إمام وهو نجم كبير وموجود في الاتحاد المصري وعمل مؤتمر علشان يشرح يشرح النهاردة يعني الخريطة اللي هيصلح بها كرة المصرية مدير فني أجنبي مدير فني أجنبي أولمبي مدير فني هيخطط لكرة المصرية خبير أجنبي للتحكيم حتى ما فيش اعتذار لنادل قالي اعتذار مقبول وحتى وإن الاعتذار كمان مش مقبول ازاي النهاردة انت جاي في عمل عام جاي تخدم كرة المصرية وازاي أقول ان موظف او إدارة سهي عليها يعني ايه انا هقول لحضراتكو كمان في التحقيقات دي حاجة من ضمن الكواليس الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لما لجنة الشفافية من قبل وزارة الشباب والرياضة وهي بتحقق سألوه معارض الشجاب ليه على وزارة الشباب والرياضة قال لهم أصلحنا كنا مشغولين ببطولة أفريقيا طب حضرتك ما عارضتوش ليه بعد البطولة أصلي كان في موظفين عندها كورونا هو ده الرد اللي تسجل في لجنة الشفافية بالضبط كده تزا بقول لحضراتكو ده مسئول جاي يخدم الكرة المصرية ده مسئول بعد ما أخطأ في حق مصر لسه موجود اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكو فيها إيه الرسالة اللي انتوا عايزين توصلوها ده بالعكس اتحاد الكرة المصري في القرارات اللي قالها أسند ليه تنظيم اللواقح بشأن شؤون اللاعبين وتطورها طب والعقاب والحساب اللي فات العقاب والحساب اللي فات يروح فين ومين يدفع الفاتورة الان ده النهاردة اللي بتصرف ملايين وبتجيب مدربين أجانب وبتجيب لعبين أجانب وبتصرف وطيرات خاصة أجي ضيع حق مصر وحق النادي الأهلي في آخر ثانية أو في آخر مباراة علشان موظف سهي عليه ولا موظف كان موظفين عندها كورونا وتعمد إخفاء الخطاب وإرساله للوزير أو وزارة شاب الرياضة طب تعالوا نشوف النادي الأهلي النهاردة في مجلس دارة النادي الأهلي النهاردة في اجتماعه أصدر النهاردة قرار مجلس دارة النادي الأهلي بخصوص بيان لجنة عدم الشفافية والفساد بوزارة شاب الرياض استعرض مجلس دارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم البعين الصادر عن اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب الرياضة والتي ضمت بعض السادة المستشارين من أعضاء الهيئات القضائية لتحديد المسؤولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهائية لدور الأبطال وما ترتب على ذلك من خلال بمبدأ تكافئ الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه وحسم البيان أن المسؤولية ده بيان لجلة شفية حسم أن المسؤولية طاقع كامل على اتحاد المصر لكرة القدم لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة الناد الأهلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به وعليه وبعد أن كشف البيان وبشكل قاطع عن كافة الملبسات بمتاه الشفافية وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المصري في المستقبل ينتظر الناد الأهلي وجماهير وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الاختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية والإعلان رسميا عن محاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب كيف والذي ترتب عليه إهضار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل الناد الأهلي ولازم أقف قدام البند ده أو الكلام ده ترتب عليه إهضار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل الناد الأهلي وطمأنة المؤسسات الرياضية على كل تعاملتها متحد الكرة وفي ذات السياق كلف مجلس إدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات ده كان النهاردة قرار مجلس دارة النادي الأهلي إحنا لسه مكملين في الموضوع لسه متابعين الموضوع عايز أشوف لجنة الشفافية أوسط بتوصيات وكشفت المصطور لكن النهاردة اتخاذ الإجراءات إمتى؟ أنا بقول لحضراتكم بعد 48 ساعة المخطئ والمتسبب في الخطأ لسه موجود في مكانه ده الدوله مهمة جديدة الدوله مهمة جديدة كأنهم دي المكافأة علشان نادي الأهلي ما نظمشي أو مصر نظامة المباراة النهائية إيه الرسالة اللي انتوا عايزين توصلوها إحنا هنا في قناة النادي الأهلي دايماً مكملين مكملين عشان ده صوت الحق وبندفع عن الحق وإحنا النهاردة مش بندفع عن نادي الأهلي بس ده ممكن يحصل مع أي نادي في الجمعية العمومية أخيراً ننتظر الحساب دي كانت قضية الخطاب اللي دخل الدرج وما كانش حد عارف مصير وين عايزة أروح بقى النهاردة الفترة دي في مصر كلها دي فترة الاختبارات كل الأندية بتعلن عن اختبارات وضم المواهب ودلوقتي أولاية الأمور واللاعبين كل واحد عنده الشغف إنه إزاي أو يروح يقدم في الاختبارات الأندية نادي قريب منه يروح يقدم فيه وحلمه كل ولد وده حلم مشروع النهاردة شفنا فيديو على السوشيال ميديا قلب مصر كلها تعالوا نشوف الفيديو قبل ما أعلق وأتكلم عليه صوت معنا الصوت ده فيديو ولد النهاردة رايح اختبارات نادي الإسماعيلي لابس تشيرت الأهلي ولد من الشرقية الشرقية بحكم المسافة قريبة من الإسماعيلية ولد رايح نادي الإسماعيلي المنظر ده والولد لابس تشيرت الأهلي وهو داخل لاختبارات النهاردة المسؤول أو الموظف أو فرد الأمن بيقلعه تشيرت الأهل وهو داخل هل دي لقطة طليق هل دي لقطة النهاردة يقبلها أي مسؤول من موظف غير مسؤول أو فرد أمن غير مسؤول وبنتكلم النهاردة عن التعصب إيه المشكلة النهاردة إن ولد صغير حتى لو لابس تشيرت الأهلي يروح اختبارات الإسماعيلي بالمناسبة الفترة دي وفيه أعداد كبيرة جدا من لعبة مصر بتروح اختبارات النادي الأهلي بنشوف ولاد لابس تشيرت الإسماعيلي بنشوف ولاد لابس تشيرت نادي الزمالك بتشوف ناس لابس تشيرت المأولين ممكن الولد ده بالمناسبة يكون والده رجل بسيط رجل غير مقتدر ممكن يكون هو تشيرت ده عنده شايفين الصورة اللي أنا عرضتها قدامكم دلوقتي وإحنا عرضينها دي اختبارات النادي الأهلي الولد اللي قدامه الكرة ده ده لابس تشيرت أو طعم نادي الإسماعيلي نزل الاختبار بيتعامل أفضل معاملة بيتعامل أفضل معاملة هو ده السلوك اللي احنا عايزين نشوفه اللي عايزين ننبس بيتعصب النهاردة برضو عشان ما هدرش الناس حقها لازم أد كل واحد حقه عجبني النهاردة الكابتن خالد الأماش مدير قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي لما علق كابتن حسن عبد الرب ومدير الكرة في نادي الإسماعيلي وعلق وما عجبوش المنظر ده ولا عجبوا الشكل ده وقال لأن احنا عقبنا الموظف المسؤول أو فرض الأمن ده إن هذا لا يليق بالإسماعيلي حاب برضو أقول لكم الكابتن حسن عبد الربو قال إيه وزي ما بقول إن احنا بننبس التعصب لازم نشيد برضو ما فعله النهاردة المسؤولين داخل نادي الإسماعيلي كابتن حسن عبد الربو عبر السوشيال ميديا على صفحته الرسمية قال أرفض ما حدث للطفل الصغير الذي لنا أعلم هل يمتلك غير هذا التشيرت أم لا ده اللي أنا بقوله دلوقتي لحضراتكم وكان يجب منح تشيرت النادي الإسماعيلي واحتضانه حتى نتعامل مع طفل بطريقة صحيحة زي ما بقول لحضراتكم النهاردة وليه الأمر ممكن ما يكونش قادر يروح مكان بعيد يختبر أو ييجي النادي الأهلي ما عندهش المقدرة المالية الولد ما عندهش تشيرت تاني فممكن ما يكونش عنده المقدرة فالنهاردة نازل وعنده تشيرت الأهلي ممكن يكون مستيل في تشيرت من واحد صاحبه عشان يروح به فالنهاردة احنا ما نعرفش ظروف الناس ايه لكن النهاردة التعامل تعامل الأندية الكبيرة مع الاختبارات دي حاجة مهمة جدا تعالوا نشوف واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن طاهر محمد طاهر لما راح اختبارات المقاولين وهو لابس تشيرت الأهلي قال ايه لا قبل ما تنزل الاختبارات بس فيه كصة تانية لازم تحكيها اوه كصة تشيرت طبعا ايه اوه اوه كان اول يوم انا كنتش عارف انا رايح فين اصم انا كنتش عارف انا رايح فين اختبر فين فانا رايح على اساس ان انا رايح بلعب كورة فرايح اختبر اكيد في النادي الأهلي فالرقل تقل بس تشيرت النادي الأهلي يعني انت رايح لاختبارات اتا متعرفش ان بلعب ال؝راب ان� qué انا رايح النادي الأهلي اختبر فلبست شيرت النادي الأهلي وأنا يعني رايح النادي الأهلي دوقتي خلاص لأبستها ونازل كلو طبعا لبس شركة المقاولين فانا كنت فيهمك كانوا فاكدين اني جاي من الأهلي بس والحمد لله وأول ما نزلت ده كلام طاهر محمد طاهر واحد من نجومي النادي الأهلي أول من ضام رايح اختبارات نادي المولين العرب ولابس تشيرت الأهلي أنا بقول لحضراتكم دلوقتي ونادي الأهلي بيعمل اختبارات ومشاء الله آلاف مؤلفة أعداد كبيرة جدا من كل محافظات مصر الناس وهي راح اختبار نادي الأهلي زي ما احنا شوفنا في الصورة اللي فاتت واحد لابس تشيرت نادي الإسماعيلي التعامل أفضل معاملة وأفضل استقبال ونزل وبالعكس ما بقولش لحضراتكم الإسماعيلي بس ده بنشوف أنديت مصر كلها وبتشيرتات مصر كلها وجاين اختبارات النادي الأهلي هي دي المعاملة وهي دي معاملة المسؤول اللي بينبوز التعاصل نروح لكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي تحياتي لك يا كابتن خالد أهلا بيك يا كابتن أسامة طبعا انت تبعت اللقطة النهاردة اللي انتشرت على السوشيال ميديا ولد أو طفل صغير رأي اختبارات النادي الإسماعيلي المسؤولة وفرد الأمن اللي وقف على الباب بيقلعه التشيرت ايه رأيك في الواقع دي والنهاردة وانا بعلن على الهوى دلوقتي وممكن يكون وليه الأمر سمعنا هل الولد دلوقتي ممكن نستقبله في النادي الأهلي يتم استقباله أفضل استقبال وينزل اختبارات النادي الأهلي طبعا كابتن سامح النادي الأهلي باب مفتوح لكل أولاد اللي عايزين يعملوا اختبارات وده احنا اللي قلناه من أول وقت كنت تتكلم عن مقطة مهمة جدا ده في الآخر طفل صغير يلبس تشيرت ممكن يبقاش عنده تشيرت زيه أو بيحب النادي الأهلي أو بيال تشيرت شافه بالنسبة له الناس يبراح يعمل فيه اختبارات وطبعا برضو أنا يعني طبعا عايزة نوه انه ممكن يكون ده عمل شخصي فردي ما ينومش عن موظومة كبيرة ممكن النادي الأهلي يعني ما يرفض وضع زي كده بس طبعا فيه أشخاص دايما عندهم الحالة العصبية بيوصلونا لأشكال ما نحبهاش في الرياضة المصرية احنا طبعا نرحب بالولد بكرة يجي ينور اختبارات يختبر زي زي أي زي أي لعيب عايز يختبر ويقدم في النادي الأهلي ونرحب به طبعا زي ما نرحب بكل كل الولاد احنا من دلوقتي يا كابتن خالد لحظة احنا بنعلن دلوقتي على الأوى لو لي الأمر سمعنا أو أي حد يبلغه كابتن خالد بيبو بكرة في استقباله في النادي الأهلي في مدينة نصر يكون موجود في اختبارات النادي الأهلي وانا بضم صوت الصدقى كابتن خالد ان ده تصرف فردي تصرف فردي انا برضو بشيد بالمسؤولين كابتن خالد لاماش مدير كطاع الناشئين وكابتن حسن عبد الربو في اللي قالوه وعملوه بعد كده تماما كابتن سامر واحنا يعني النادي الأهلي مفتوح يعني أي وقت أي حد بيجي بأي بأشي لبس بيخش على طول دل أطفال صغيرين ولازم نعملهم عاملة كويسة ولازم يحس ان هو جاي يمبسط يعني طبعا يعني أكيد يبقى فيه زحام شديد وأكيد يبقى فيه أمور صعبة جدا كل الأطفال وكل الولاد دلوقتي عايزين عابوا كورة وكورة بقت حاجة بالنسبة لهم مهمة جدا وأولاد الأمور كمان بقوا عندهم الاستعداد أنه هم يود أولادهم أنه هم يروحوا أي مكان أي اختبار وعندية مصر كل الهاتف تعمل الاختبارات وعندية مصر كل الهاتف تستقبل الولاد وأنا دلوقتي وحضرتك بتتكلم احنا عارضين صورة دلوقتي الولاد لا بيستقمل لإسماعيلي كاملا وموجود في اختبارات النادلال والله كنت سمع إحنا كل الهاتف مصر عندنا في الاختبارات وعمرنا ما يعني عمرنا ما هنقلع ولد شيرت احنا أصلا بنيدل الولاد أمصان في كل الاختبارات لكن أمصان مرقمة مش عشان مش عشان نخبلي بسوء لا احنا بيديهم أمصان مرقمة عشان خاطر احنا نعرفهم واللجنة يعني قاعدة بتختار طبق بتختار بالرقم مش بتنادي الولد تختار الرقم ومن على أساسه بيبقى فيه من عملية اختيار إنما احنا هتمرحب بكل الناس وبالبيت مفتوح وهو ده يعني الحاجات التي ستعلمنا عليها هو الناد الاهلي البيت مفتوح أي حد عايز يجي يختبر وانا قلت من كم يوم قلت يا جماعة الناد الاهلي هيعمل اختبار لكل لاعب عايز يقدم اختباره في النادلال احنا هنروح هنروح كل المحافظات وموجودين دولا الناس لا تمتهم juga أن احنا هنجيبه عشان لا احنا هو لو عايز يعمل اختبارات في النادلال بابه مفتوح لكل باب الناد الاهلي مفتوح للجميع لكن هذا اللاعب وهذا الطفل خاصة بكرة يشرفنا في النادلالي وكابتن خالد بيبو هيكون في استقباله وهيتم اختباره ومعامل عامل section معامل في النادلالي واحد من نجوم القمة لكابتن خالد بيبو. ما ينفعش يكون موجود معنا النهاردة. ومنسألوش عن ليلة القمة. يعني ذكرياتك مع ليلة القمة يا كابتن خالد. وانت واحد من اللي حفروا اسمهم في مباراة الأهل والزمالك. يا كابتن أسامة. يعني أنا واحد من نجوم القمة. وانت ايه. ده انت جدت هدفين. فبورا صعبة جدا. هدفين كانوا صعبين قوي قوي. انا نجس انت تتكلمنا عن ذكرياتك. بس بقى انت بطل الستة واحد. يا ربنا اخليك بس مباراة الأهل الزمالك بيليها طعم خاص عند جمهير الجمهير المصرية بالخاص طبعا جمهير النادي الأهل اللي انا انتمي إليها وانتصرف في يوم من الأيام ان انا كنت يعني واحد من الناس عدو جمهير النادي الأهل او واحد من اللي مسجد اللعيبة جوه المستطير الاخضر وكان بيتكلم باسم الجمهور النادي الأهل خلال الأداء في الملحب. طبعا مباراة قطعبة جدا واحساس طعبة جدا يعني عمرك ما تقدر تنسى ولا عمرك تقدر تتخيله. استعداده للمباراة يعني انا بتخيل دلوقتي لعبت النادي الأهل كلها كل واحد قاعد يتوقع كل واحد تظروف يعني المباراة تبقى في الدولة لها شكل ومباراة في افريكا لها شكل في الكاس لها شكل. انما في الاخض هي مباراة اهل الثماني. طبعا عايزة اسألك سؤالها كابتان يعني العب اللي ما بحلمش مستحقش ان هو حقق حلم. حلو قوي دي. لازم لازم تكون بتحلم لازم تكون دايما عندك تطلعات في الكرة ولازم يبع عندك مجسسة ولازم يبع عندك استعداد دايما ان انت تطور من نفسك وطور من اداك وطور من اركامك. هو ده اللي عيده كورا. لانما مجلد ان انا بلعب مباراة. لان انا بلعب مباراة عادي زي ما دخلت مباراة زي ما خرجت. مفيش اي اهداف مفيش اي طموحات مفيش اي احلام انت بتحلم. طبعا كل انا بني احلم قبل مباراة الايل والزمالك طبعا. او اي مباراة كبيرة انت بتلعبها. ان انت تحق حاجة حاجة كويسة ان انت تسل الجميع. احنا بتاخد بتاخد حلاوة اداك وقت. من الجمهور ومن قهات الجمهور ومن فرحتهم. وان ان انت ازاي تخلي الجمهور يبقى عسل درجات قاعد مبسوط وسعيد. وحاسس بالان انت بتقديه جوه المباراة. طبعا ده احساس بس مهما قاعد ان اوصف او احسن اي في العالم يوصف. احساسه. وهو جوه المباراة والناس مبسوطة. احساس جيد. طبعا. اخيرا كابتك خالد رسالة منك للعاب النادي الاهلي. ورسالة برضو لكابتن سامي قمصون. والله طبعا اللي عبت النادي الاهلي يعني انا دايما بقولها وافضل اقولها طول عمري يعني. ان جاتك فرصة ان انت تمثل النادي الاهلي. حقيقة. ما تتبهاش. عشان بعد كده هتندم عليك. مش مش انت دلوقتي ربنا كرمك الناس هتندم. تعمل احسن حاجة دلوقتي في حياتك. فاستغل الفرصة. انت مش ضامن المبراجة يكون موجود. فما تضيعش الفرصة دي. كانت هذا نبي صويت. انتبسط. انا دلوقتي يعني انا ممكن اقولي حاجة بس خارج الموضوع. بس هي وهو ده الحقيقة دلوقتي. اني بروح النادي الاهلي كل يوم دلوقتي. ان هو اخر يوم لايه في السلوح.anne انتبسط. وببعمل كل حاجة احسن حاجة عشان اطلع كل اللي عنه. هو ده رازم اتبط العبات وبجته ان انا م både في مورة. وباي مورة تلعب. ان ادبسط ان دي اخر مورة تلعب. كابتن سامي قمصون بقى. كيف سممسان طبعا عليك حمل كبير جدا بس كل جماهير وقدارة النازل الآلي بتصق فيك وبتصق فيك وده شيء مهم جدا انت عندك خبرات كبيرة جدا واشتغلت فترة طويلة جدا وتقدر ان انت تقود في النادل الآلي بكرة المباراة جيدة والتوفيق ان شاء الله يكون حليفك بكرة ان شاء الله بنشكرها كابتن خالد شكرا جزيلا يعني على المدخلة المهمة والقيمة وبأكد على كلامك وبنقول المرة تانية لوالد اللاعب أو الطفل بكرة كابتن خالد بيبو مستنيك في النادي الاهل شكرا جزيلا كابتن خالد دي كانت التخطية في الفقرة الاولى بخصوص الخطاب وايضا كمان الطفل اللي راح اختبارات نادي الاسماعيلي النهار ده نروح لفاصل وبعد الفاصل هنتكلم بقى في الفنيات وابرز الارقام ومباراة القمة بين الاهل والزمالك القمة 114 اهلا بحضراتكم من جديد في تاريخ الكرة في مصر لازم نقف كتير قدام مباراة القمة بين الاهل والزمالك مباراة القمة اللي ابتدت سنة 1917 هتشوفوا دلوقتي صور ندرة من مباراة القمة بين الاهل والزمالك اللي ابتدت في 9 فبراير سنة 1917 دي كانت مباراة والدية زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم والنادي الاهلي كتب التاريخ من بدايته سنة 1917 دول فريق الاهلي مع الزمالك المباراة الأولى فاز الاهلي بأول مباراة في التاريخ والتي اقيمت على ملعب المختلط مختلط نادي الزمالك بمقره القديم في حي بولاء كان مقر نادي المختلط أو الزمالك الأول كان في حي بولاء ودي كانت أول مباراة ودي سامحنا سافين دي الصورة اللي جمعت بين لعب الاهلي والمختلط فاز الاهلي في أول مباراة والدية بهدف دون رات حمل توقيع لعبه عبد الحميد محرم علشان بعد كده يبدأ بقى تاريخ مباراة القمة بين الاهلي والزمال دي صورة أول مباراة اللي احنا شافينها قدام حضراتكم هنروح لسنة 1948 ودي كانت أول مباراة رسمية بقى رسمية في بطولة الدوري كانت 10 ديسمبر عام 1948 وانتهت بالتعادل الإيجابي اتنين اتنين من الأهلي والزمالك أحرز للنادي الأهلي أحمد مكاوي وسيد عثمان وأحرز للزمالك سعد رستم عبد الكريم صار هقول لحضراتكم برضو التشكيل تشكيل الأهلي زي ما احنا شافينه دم حضراتكم دم كمال حامد محمد أبو حباجة وعبد العزيز همامي كابتن همامي الكبير طبعا وسيد عثمان وحلم أبو المعاطي وفؤاد صدقي وحسين مذكور وأحمد مكاوي وتوتو وفتح خطاب أسماء كبيرة جدا ابتدت مباراة القمة سنة 48 أول مباراة انتهت رسمية بالتعادل الإيجابي بين الأهلي والزمالك الزمالك بقى الزمالك كان بيضم يحيى إمام وسعد رستم وعبد الكريم صقر وحنفي بستان وعلي عثمان وعمر شندي وزي ما قلت لحضراتكم الأهلي تقدم عن طريق أحمد مكاوي وسيد عثمان أضاف الهدف التاني وسجل الزمالك سعد رستم وعبد الكريم صقر ده التاريخ اللي ابتدى سنة 1917 سبعتاشر وألف تسعمية تمانية وربعين وده تشكيل الأهلي زي ما احنا شافينه قدام حضراتكم الأهلي كان وقتها بطل الدوري تمانية وربعين تسعة وربعين لأول سنة انطلق فيها بطولة الدوري الممتاز تعالوا بقى نشوف مع بعض تاريخ مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الحمد لله أيضا الأهلي له الغلبة برضو في الأرقام القياسية على مدار مباريات القمة بين الأهلي والزمالك اللي ابتدى تودي سنة 1917 ورسمي سنة 48 زي ما احنا شايفينه قدام حضراتكم مباراة الدوري بين الفريقين طبعا الأهلي والزمالك لعبوا دوري لعبوا كاس لعبوا السوبر لعبوا أفريقيا لكن نبتديها بالدوري المصري لعبوا 123 مباراة الأهلي والزمالك الأهلي فاز في 47 مباراة والزمالك فاز في 27 مباراة والتعادل كان 49 مباراة الأهلي أحرز 157 وعليه 108 هدف ده مباراة الدوري بين الأهلي والزمالك هنروح على كاس مصر بين الفريقين الأهلي والزمالك لعبوا أصاد بعض 32 مباراة فاز الأهلي في 16 مباراة وفاز الزمالك في 10 مباراة إذن الأهلي لوله الأغلبية في الدوري ولوله الأغلبية في الكأس مصر دوري الأبطال تقابل الأهلي مع الزمالك في 9 لقاءات 9 مباراة الأهلي فاز في 6 مباراة وكانت تعادل في 3 مباراة مباراة كأس السوبر الأفريقي بعد كده اتقابلوا في مباراة وحيدة مباراة وحيدة فاز فيها نادي الزمالك وطبعا احنا عارفين ما تبله الحكم الجنوب أفريقي واللي عمل وقتها سنة 94 وأدى بعد كده إلى شطبه دي المباراة الوحيدة اللي فاز فيها الزمالك في السوبر الأفريقي مباراة كأس السوبر المصري تقابل الأهلي والزمالك سبع مرات فاز الأهلي في 3 وكانت تعادل أربع مرات لكن في التعادل الأهلي حسم القمة بضربات الجزاء مرتين والزمالك فاز مرتين هي دي يعني نتائج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك كأس السلطان أيضا يعني الأهلي والزمالك لعبوا 6 مباراة فاز الأهلي في مباراة والزمالك في 3 وفي مباراة دور القاهرة بين الفريقين لكن طبعا الأهم دلوقتي هو مباراة الدور والكأس وبطولة أفريق عايزة أروح برضو ضمن الأخبار ضمن الأخبار التي تدولتها النهاردة المواقع والصحف وهو كان فيه اعتراض رسمي من جانب الزمالك قبل مباراة الأهلي أو مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على الملعب وعلى الجمهور النهاردة نادي الزمالك تقدم باعتراض لوزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة قدمته أو رجعته لاتحاد الكرة وربطة الأندية كان رد ربطة الأندية أو أحد الناس الموجودة في ربطة الأندية قالت إن المباراة الأولى على حسب كلام نادي الزمالك إن المباراة الأولى أقيمت بدون جمهور لا المباراة الأولى أقيمت بجمهور كان ألف من الأهلي وألف من الزمالك وكانت في بداية مشوار انطلاق الجماهير وذهبا الاستاد الاستادات كلها فكان دي وقتها ألف من هنا وألف من هنا علشان تكافؤ الفرص في المباراة التانية في الدور التاني برضو ربطة الأندية أوسط إن يكون ألفين ونص من هنا ألفين وخمسمية من هنا فإذا تواجد الجمهور بكرة هيكون خمس سلاف الملعب ألفين وخمسمية للآهلي عايزة أروح برضو لحكام القمة برضو نعرف حكام القمة دايما يعني شوفنا مرات القمة السابقة كانت بحكام مصريين لكن دلوقتي الاتحاد المصري يعني خلى الحكام أو الحكام اللي يكونوا موجودين بكرة يعني حكام من أسبانيا حكم القمة السيرة التحكمية برضو أو السيرة الذاتية للحكم هو حكم عنده 39 عام حصل على الشارع الدولية في 2019 أدار الحكم الأسباني 252 مباراة من مختلف المسابقات في كل مسابقات 52 مباراة في مسيرته وخلي بالكم معايا من الأرقام دي ولازم نوقف قدام الأرقام دي ولعبة النادي الأهل بكرة تخلي بالها من الحكم إن الأرقام دايما ما بتجذبش لما النهاردة يكون أدار 252 مباراة وأشهر 1190 بطاقة صفراء في الـ 252 مباراة عدد كبير جدا بيطلع يوزع إنذارات ووزع بطاقات النهاردة كمان 43 بطاقة حمرة بالصفرة التانية يعني بدي صفرة بطاقة صفرة بطاقة صفرة في التانية بتبقى حمرة دي 43 مرة أشهر 47 بطاقة حمرة طرد مباشر أعداد كبيرة وارقام كبيرة فعلشان كده لازم نخلي بكرة بلنا من حكم المباراة ما بلاش اعتراضات بلاش نعمل فاولات ما لهاش أي لازمة آه نعمل فاول ممكن المهم أو اللي يكون في صالح فرقتي علشان نخلي بكرة من الحكم الأسباني برضو من ضمن الأرقام يهوى الحكم الأسباني ركلات الجزاء لما نشوف أرقامه حسب 72 ركل الجزاء برضو النهاردة بكرة يكون الطاقم الموجود معاه المساعدين وحكام الفار هيكون برضو من أسبانيا فنخلي بالنا من النوات دي طبعا أبرز المباراة اللي أدارها كانت مباراة في السوبر الأسباني اللي كانت مقامة في السعودية بين برشونا وريال مدريد وكان أدار هذا الحكم خسي مونيرة ده اسم الحكم بكرة اللي هيدير لقاء القمة الحكم الأسباني خسي مونيرة السنادي بقى برضو عايز أقفوا ده من الرقم ده مع الحكم الأسباني أدار السنادي في اللي جاء الأسباني 20 مباراة 20 مباراة أشهر 82 بطاقة صفراء في 20 مباراة خلي بالكوا دي أرقام تخض من حكم بكرة لما يكون 20 مباراة في الدول الأسباني أشهر 82 بطاقة صفراء و4 حمراء و8 ركلات جزاء علشان كده رسالتي للعيب النادي الأهلي بكرة نخلي بالنا من الحكام وما ندلوش أي فرصة بكرة لازم إزاي إن أنا أخد الحكم في صفي إزاي ما اعتردش يكون اعتراضات يعني لائقة بالحاجات اللي بتحصل في المباراة ملعب المباراة بقى ملعب المباراة بكرة المباراة هتقام على ملعب الأهلي والسلام ودي أول مرة هتقام فيها المباراة على ملعب الأهلي والسلام ده طبعا الملعب الرسمي للنادي الأهلي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ده أول مباراة يستضيف ملعب الأهلي والسلام وده من الملعب الممتازة الإضافة في البنية التحتية في مصر وده ملعب النادي الأهلي ملعب الأهلي والسلام بيسع لـ 30 ألف متفرج بيستضيف القمة لأول مرة منذ إنشاؤه في عام 2009 لكن بكرة ماتش بكرة زي ما قلت لحضراتكم هيحضروا خمس تلاف متفرج كل التوفيق إن شاء الله للعبي النادي الأهلي في مباراة القمة تركيز إن شاء الله يكون التوفيق من نصبنا نروح لفاصل وبعد الفاصل أستقبل بقى ضيوفي وذكرياتهم عن مباراة القمة والتحليل الفني نجمل أهلي السابق كابتن مار همام ونجمل أهلي السابق كابتن أحمد 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 صل اهلا بحضراتكم من جديد في ليلة الكمة 124 معي اتنين من نجوم الاهل الكبار نجمي الاهل الكبير الكابتن ماهر همام شرفنا ونورنا كتبا سامة الزكرة سامة وحشنا حبيبي والله زكرة الحلوة بقى في الكمة اه طبعا ياه على قمة الاهل والزمالك وحلوتها من المباراة لا تنسيش من احلى المباراة سامة اللي تحب انك انت تلعبها اولا جمهريا وتحضريا ووسائل اعلام وكمان النجوم بقى يعني نجوم القمة في الاهل والزمالك نقوم لهم تاريخ يعني عشرتي ممكن ثلاث اجيال هنتكلم عن الاجيال كلها وذكراتك مع برات القمة لكن برحب بضيفي واحد ايضا من نجوم النادي الاهل الكبار كابتن احمد ابن سلم وحشنا كابتن ابن سلم حبيب انت في المختفى على نظر ليه لا موجود والله بس كنا شغالين بس في الدوري في الممتاز بي مع كابتن ربيع سين في بيترو جيت مبسوط طبعا اللي معك ومع كابتن طبعا كابتن ماهر طبعا حبيبا ومسلم توفي ان شاء الله ربنا خليك كابتن ماهر قول لي بقى مشاء الله مباراة كلمة كتير لعبتها في العصر الزهبي ذكرياتك مع مباراة الكلمة واحلى كمان مباراة لعبتها ما تضعش تنسيها اعرف اسما من مراحل السنية من النشئين كده مباراة الاهل وزمالك بيبقى لها طابعة خاص صراحة يعني والجمهير الزمالك والاهل بيتابعوا من القاعدة تحته حفظين اللعيبة يقولك مثلا ابو مسلم بقى حيبقى يوم الأيام من اللعيبة الأساسية في نادي الأهل ومنتخب مصر وسلم حسني ده حيبقى من اللعيبة يعني جمهير الأهل والزمالك حفظين اللعيبة من مراحل السنية وابو نان عليه بتبضل مشي معاك بقى فعلا افضل مباراة لعبتها وانا في المراحل السنية كنت أهل وزمالك لما طلعت بقى مع الفريد الأول كمان بقت العظمة في اللقاء القمة طبعا كنت بتقابل نجوم نجوم عظام كنت بتفرج عليهم من كان لعبت مع الفريد الأول وانا صغار في السن تحت 19 سنة وطبعا كان عظامة جيل السبعينات موجود يعني تيم كامل أسامة مع عظامهم كمان قوام منتخب مصر لو بسكنة مثلا من حلسة المرمة كابتن إكرامي وثبت البطل وبعدين بقرة يتحمى عبد الباقي منتخب مصر كابتن حاس الحمدي منتخب مصر مصطفى يوليس فتح مبروك ثلاثة نصف ملعب جمال عبدالعزيم طار الشيخ مختار ثلاثة فرودة مصطفى عبدو الخطيب زيزو فكل دول كانوا قوام منتخب مصر وطبعا واستمروا مع بعض جيل السبعينات استمروا أكثر من حوالي يمكن 15 سنة نجاحات يعني أنا زي ما قلت لك أسامة أنا لعبت 11 سنة لعبت 22 مباراة قمة في الفترة دي ولعبت مباراتين أو ثلاثة كؤوس فعاز أقول لك يعني المبارات كلها كانت منتخب صعوبة والحمد لله أربع من أسامة نحن مخسرناش في الفترة دي كلها يمكن مباراة واحدة اللي هي مباراة عبدالرحيم محمد عبدالحليم 2-0 وبس أفتكر في الفترة دي كلها الحمد لله اللي مخسرش أي مباراة من الزمال هسألك دوقتي بعد ما نروح بس للكابتن مسلم عن المباراة ما تنساهاش مباراة 4-2 الشهيرة كانت في كأس مصر كابتن مسلم قولي بقى ليلة المباراة لعيب النهاردة في المعسكر صابح تاني يوم مباراة الأهل والزمالك مباراة الأهل والزمالك تحظى بمشاهدة كبيرة مش في مصر بس ده في الوطن العربي كله اللعيب كانت تقوسك إيه وقت مباراة الأهل والزمالك والله طبعا أكيد مباراة الأهل والزمالك ده ليه حالة خاصة طبعا عندنا كلنا وعند اللعيبة كلها موجودة في المعسكر حتى احنا مروح كنا مروح معسكر بلعب 4-5 أيام في حتة تانية بره يعني في القاهرة بس في مكان منعزل شوية التركيز يعني اللعيبة كلها مركزة ألف في المية خلا بلك منتوش اللعي والزمالك دي بتبقى مولد نجوم يعني خلا بلك يجيه فترات في لعيب مثلا زي ما كنتمار بتكلم اللي هو من 20 سنة يقول لك ده كان جاب جنب في الوقت الفلاني فتبقى مولد نجوم ماتش بقى صعب جدا ماتش بقى قوي بتبقى عندك تقوسك أكيد ببقى تسنة أنا عن نفسي كنت بقى عندي هدوء بشكل كبير جدا بقى هادي في المتوشاتي بالذات لأنا بتريت الفترة من سنة أول الفين أول ماتش لقيت مثلا كان لقيت زمالك بعد كده بقى لقيت على أبريم حاسم فأبريم حاسم كان خبرات وأنا كنت لس صغير 17 سنة أو 18 سنة فالحاجات دي مطور شديد بقى لها خبرات ولها وقفة معينة ولها الجمهرية بشكل كبير جدا في الملعب ومولد نجوم كما زي ما انت تقول والتاني حاجة كمان الفرق منها والفترة دي الجماهير انت عند عنصو الجامير كانت بقى ترعب في السادة الكاريرا نحي الدرجة التالتة يعني أول كرة لو عدت بيها خلاص انت كده هي انت ركبت المطش انت تفهم ازاي الأهات وصوت الجمهور حاجة تانية ما طبعا اللي بيفرق بقى في الحاجات دي يعني كبت الملعب في خط التفايا فكان الدنيا في مص الملعب اللي الطرفين الباكر رأيت والباكليفت هم اللي متصاروا هم اللي طرفين عبد المدرجات فأنا حتى كان بي حد مثلا يقول له خليني مثلا المطش ده خليني هت الجماهير شوط لأولاني عشان لو عدت بواحدة خلاص انت كبت الملعب لا اسرعنا بس انت بتتفق دلوقتي مع مع كبت الفرق مع الحكام تقول له حطيني هنا وانا اقول له لا هو ازاي اقول له هو العكس هو الهو نحن تاني عشان اخد الملعب فكانت يعني من القوات الجميلة اللي انت بتبقى الملعب كله مقفول اول كرة بتعدي او بتعمل بشكل كويس بتلاقي دي كلها بتبقى الذكرات جميلة طبعا اه كبت المهر مباراة شهيرة مباراة اربعة اثنين انت كنت واحد من اللعب اللي كانوا موجودين في المباراة دي مباراة كاس مصر سمى اربعة اثنين دي مباراة غريبة الشكل احنا خسرنا الدوري بالجول الاعتباري بالجول الاعتباري اللي كل الناس عرفها في الاسماعيلية الزمالي كسب اثنين سفر وحنا كسبنا المحلة اخر مباراة اربعة لو كنا كسبنا خمسة كنا اخذنا الدوري فطبعا الجول الخمس ده يعني كان ليه حكاية في المباراة دي مباراة دي مباراة انت تتكلم من الاهداف تاعة مباراة اللاهل والزمالك اه كان عندنا مشكلة اثنين ان كابت محمد الخطيب مش موجود في التشكيل اهو طهر الشيخ ايوا دي كانت المفاجأة المفاجأة صراحة يعني حتى احنا كمان احنا لما كناش عارفين راجل الخواجأ مخبّلنا ايه ابن الايدة دكوتي اه فكان مخبّل الاتنين لعب دول طاهر كان عنده جزء بسيط فانك رجله وكان واخد راح يمكن تلات اربعة يام قال له هات لبسك وتعلم عانا كابت المحمد الخطيب كان بردك بيشتيكي من حاجة بسيطة قال له هات لبسك وتعلم يعني هو الوحيد اللي كان عارف هو والسويلائي كابت المحمد الخطيب وطار الشيخ كمان لما تأثرنا في المباراة وكنا خسرين اتنين واحد الراجل عامل تغييرات احنا فجينا بيهم يعني كابت الخطيب بيساق خن وطار الشيخ الله مناش موجودين بالتشكيل فطبعا كانت مفاجأة بالنسبالنا بشكل كبير وهم نزلوا فعلا عملونا فارق في النتيجة عاز اقول لك كابتا محمد لطيف كان نزيع المباراة فقال لك النهاردة الاعلي بطل الدوري بطل الكاس يعني حتى كمان ادنا الدوري حسب لنا الدوري على اساس ان حزبنا فيه يعني فكانت كانت أسما مبرام من مبرات الاتيل قوي وبعدين عايز اقول لك النجوم اللي كانوا موجودين هنا وإن الأحمر واللضيط حاجة أسماء يعني مرعبة أمو مثلا بيقول لك أنا كنت بحضر أنا كنت بحضر في مبرات الأهل والزمالك أسما قبلها بثلاث ياب هتلقب على مين عالي خليل أسرع مهاجم في نادي الزمالك وفي منتخب نصر وفي العالم العربي بتلعب ضد حسنش حتى أكتر واحد بروح لجول بتلعب ضد فروج عفر أمقر لعيف نص بلعب في نفس المقابل عندك صفة عبد الحليم صنع العاب حاجة خطيرة قابت المحضر خطيب سكرر على أعلى مستوى صفة عبده أسرع جناح فالقصة كانت فعلا يعني النجوم لها باع كبير جدا وليها أسماع كبيرة جدا وفي نفس الوقت أسرع مخد بالك هجمة هنا وهجمة هنا يعني المئة ألف اللي موجودين خمسين مزا ماكوية خمسين ملاحيوية مستمتعين جدا باللقاء في نتين نجوم كبار هنا وهنا وكمان نستمتع بالمعلقين الأجواء الجماهير خالد بيه ودلوقتي بيتفرج علينا وبقول لك إيه القصة الحلوة دي لا أنت خلي بالك كنت موجود في مرات ستة واحد طبعا كابتن خالد من الناس اللي أنا بحبها جدا وأنا حتى كنت لسه داخل نادل أهلي كان هو كنت لسه صغير زي ما بقول لك فكانت لسه أول سفرير لنا كانت كنت مقابلناهم في أنجولا فكابتن خالد من الناس اللي هو كان بيدينا نصايح كان بقول لي مثلا ما ترقص كتير ما تعديش فكان بيفضل يتكلم معي على طول فالناس أنا بحبها جيد طبعا كابتن دي عايزي قول لكم نقطة برد مناسبة ستة ديت وقسامة كان معنا حتى يحضرنا إحنا كنا المتش كان مفتوح جدا حتى التغيير الأخيرة الخواجه نزل كل الناس اللي بتاع فلعب كورة يعني كل وليد صلاح الدين ينزل يلعب في المرعب في مساحات في مساحات فتلينا فقط اللبس فقالينا خواجه قلنا مثلا أنا بقى فرحانين بقى بنهايس فرحانين فقالينا كلنا قالينا نهاردة يعني انتو الفرصة ليش تلقى تاني لازم كنت تجيب الاسكور أكتر من كده ولازم تجيب أعلى من كده فدي الطبيعة يعني المديرين الفنين اللي هم الوسقين اللي هم بيعرفوا الوقت إمتى فدي كانت من مطش كان طبعا حالة خاصة طبعا خالب بيبو كان متقلق وشكل كبير جدا كان سطر يسعيتها كان بنلعب كازرشيف بطولة أفريقيا خدناها لها مباراة تاريخية أسامة يعني تبقى لك هتفضل في تاريخ الندر الالي 6 واحد دي مفهورة بشكل كبير جدا انت وقتني دلوقتي من الناس كنت بتعمل حسابها كابتن علي خليل صح؟ يعني كنت بتقعد كده ثلاث يام قبل المباراة تقعد تذاكر كابتن علي خليل وكان من اللعبها الهدفين الكبار ولعيب كمان خلوك جدا حقيقة بصراحة يعني ولعيب سريع ومهاري زي ده عايز لك اسبوع على الاهل مشتبتي بالزرط عشتبت يا كابتن علي يا مساء الفل كابتن علي خليل نجمي الزمانك الكبير اهلا بيك يا كابتن اسامة منورنا على قناة الاهل وبنا يخليك يا كابتن اسامة تحياتي كابتن ماهر همام وكابتن احمد مسلم تحياتي لكابتن طبعا كابتن ماهر همام ده نجمي لحيشنا يا كابتن وعيبك ضده مقرأة كتيرة وكابتن احمد برضو وبنا وفاقه كابتن ماهر بيقول انا كنت بعد اسبوع اذاكر في الكابتن علي خليل بحب المورات الاهلي من زمانك كان العكس انا لقلمك ماشي ده ما كنتش بخاف غير من كابتن ماهر بنا السلام على التواضع ان هو كان عنده بصراحة الكور العالية دي كلها صعب جدا ان حد ياخد منه اي الكور علي لا انت نجم كبير يا كابتن علي وكنت جيل ما شاء الله في اهلي وزمانك حاجة جميلة الحمد لله كان يعني الجيل ده كان جيل عظيم جدا وجيل مميز جدا وطبعا الجيل ده ما اخدش حق قفاية انك تزروف كتزعب جدا في الفترة الاولانية دلوقتي الوضع افضل بكتير وانت معنا دلوقتي في المداخلة بنعرض لحضرتك دلوقتي لقطات دلوقتي مباراة الاهلي والزمانك واهدافك الرائعة ربنا خليك قلني بقى زكرياتك والله يعني يعني افضل حاجة في مباراة الاهلي والزمالك دي سنة 79 لما كابتن حمد جمع احرز الكرة للعبال وكابتن الخطيب الفاول اه وشات الكرة مباشرة في الجون فكان طبعا شوطة قوية جدا المدافعين خفوا من الكرة وصباها تخشوا الجون ايام اه لكن اللحظة الجميلة اننا في نفس اللحظة وفي نفس الديئة اه انا سجلت جون التعاد اه بقى طبعا جمهور الاهلي وجمهور الزمالك اللي تنم وعادينا هياسه اه والجمهور الاهلي يعني مش واخد باله انه فيه تعادوا جمهورين مع بعض فكان منظر رائع بصراحة العلاقة الحلوة دي وحياتك بتقول يعني العلاقة ما بين اللعيبة والاهلي والزمالك ما شاركت جميلة أثناء المباراة وقبل المباراة وبعد المباراة وكمان العلاقة بين الجمهورين يا كابتن علي طبعا الزمان ما كانش يعني فيه تعصف جامد في ماشي قاله زمالك كانت مباراة ممتعة جدا وكان عشاك الكرة في مصر ينتظرون الكرة دي والوطن العربي نتمنى أن يقدم الفريقيين مباراة طاليك بسمع الكرة القدمة المصرية ومحاولة محو الصورة الباهتة اللي قدمها منتخب مصر نشتراحها زعلنا جدا فاخر مباراةين أمام السيوبيا والكوريا ونرجو أن نتمتع بداء الفريقيين وأرجو أن تخرجوا المباراة في أجمل وأربع وأرواع أداء سواء فنيا أو سلوكيا إن شاء الله يعني أنت حاك شاف أن بكرة عنوان الكرة المصرية مباراة القدمة الأهلي والزمالي طبعا أكيد وأنا أتمنى أن يخرج الفريقين حبايب وأخوات وإن كنت أتمنى طبعا فوضي الزمالي طبعا وإحنا هنا بنتمنى فوز الأهلي وإحنا رحنا هنا الرياضية ما أقول لنا عندنا رحبا يضي كل وعب يتمنى الفريقين والفوز طبعا وإحنا بنعتز بيك وهنا على قناة الأهلي بنعرض أهدافك الحلوة والرائعة كمان يا كابتن عالي وأنت من النبازج المخترمة اللي بنتشرف بها كرياضيين كلنا في الوسط الرياضي شكرا يا كابتن أستوى مربي نحن بنشكرك شكرا جزيلا كابتن عالي خليل نجم نادي الزمالك الكبير نروح لفاصل وبعد الفاصل مستمرين في تحليل الفني مع نجوم التحليل الفني الكابتن مار همامو الكابتن أحمد أمسان إن شاء الله تلاتة السفر لنادي الأهلي رغم تغيير مدرب ورغم كل حاجة لها يجب إن شاء الله قد المسؤولية 11 رجل في الملعب كابتن أحمد أمسان ربنا معاه وربنا يعينه الحملة قيل والماتش صعب 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 جدا بس يبدأ بتشكيل صح ماتش إن شاء الله يكون تلاتة واحد للأهلي إن شاء الله فوز الأهلي تلاتة واحد إن شاء الله كيه ماتش يخلص واحد سفر واللي هيجيب الجور نافشة إن شاء الله تلاتة سفر محمد شريف جنين وحمد عبادر إن شاء الله إن شاء الله الأهلي هيكسب بإذن رب أو هيتعادل يعني نشف نحن الآرب لتعادل يعني الأهلي إن شاء الله هو نجمل موراة وبإذن الله يعني إن شاء الله النتيجة بإذن الله 2-0 إن شاء الله 2-0 بإذن الله الأهلي هيكسب 2-0 إن شاء الله تلاتة واحد إن شاء الله لنادي الأهلي تلاتة سفر نشف نجمل موراة بعمر الصليا وهي رجالة الأهلي كلها الحمد لله النجوم كلها زال أهلا بحضراتكم من جديد كلها توقعات طبعا يعني بتصب في صالح الأهلي من أتمنى يا رب إن شاء الله يكون يوم وفق للعيب الناد الأهلي وجهاز الفني بقائد الكابتن سامي مصان لكن مباراة الأهلي والزمالك ملاش علاقة بالماضي قبل كده أو حالتك في الدوري أو أنت متصدر ولا مش متصدر أو لحالة اللعيبة هي متوقفة على ليلة المباراة يوم المباراة التسعين دقيقة أنت حالة اللعيبة إيه لعبة فاية بلغة الكورة ولا لا هل النهاردة الجهاز الفني حطي التشكيلة المناسبة فنتمنى يا رب كل التوفير الجهاز الفني ولعبي النادي الأهلي هل حضراتكم برضو قيمة نادي الزمالك اللي هتواجه بكرة غدا النادي الأهلي في مباراة القمة 124 في حراسة المرمى محمد عواد والسيد عطية طبعا عارفين أبو جبل عنده صوبة بعد عودتهم من المنتخب في الدفاع محمد عبد الغني محمود حمد الوينش ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وعبدالله جمعة ومحمد عبد الشافي ده في الدفاع في الوسط إمام عشور ومحمد أشرف روقة ويوسف أوباما وإسلام جابر ومحمد ونجم ومحمود عبد الرزقش كبالة وأشرف بن شاري وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وسيف جعفر وسيد عبدالله نمار في الهجوم يوسف أسامة وعمر السعيد دي قيمة نادي الزمالك كابت الماهر مباراة الدور الأول اللي انتهت بفوز نادي الأهلي خمسة ثلاثة على نادي الزمالك ممكن يكون لها تأثير في الدور التاني أو مباراة الغد مباراة الدور الأول لو اسامة يعني كانت مباراة مميزة بصراحة يعني قصوان النادي الأهلي كان مميز بشكل كبير جدا وقدر يعمل سكور sorrow على نادي الزمالك وبعدها نادي الزمالك قدر يرجع للمباراة بتلات أهداف نتمنى نتمنى أن المباراة دي تأخذ طابع زي طابع الدور الأولانية عاز أقول لك أن الفرئتين متشابهين أسامة يعني الظروف والأجواء اللي موجود عليها الأهل والزمالك خاصة أننا الأهل أخفق في بطولة أفريقيا الزمالك خرج من الأدوار الأولانية المنتخب الفرئتين بيجمع لعيبة من الأهل والزمالك منتخب برضك يمكن في المباراةين السابقتين ما كانش بالمستوى اللي احنا شفناه يمكن بيميز نادي الزمالك بس حتة الراحة يعني الزمالك يمكن عشان خرج من البطولة فركز على بطولة الدوري لكن الأهل كان متواصل أسامة ضحط رهيب جدا 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 بصراحة حتى في المنتخب المباراة الأخر لعيبة من نادي الأهلي برضك تأثرت من العامل النفسي ثم الجهاد اللي وقع على لعيبة نادي الأهلي اللي نتمنى إن شاء الله بإذن الله المباراة دي لعيبة ده حالة طيبة وتكون فريش زي ما كابتن علي خليل قال في حديثه معاك أسامة إن مباراة القمة بتبقى مباراة جميلة فنية تنظيمية الجمهور بتستمتع من خلال لقاء القمة عايزين مباراة طاليك بالقطبين إن فعلا المشاهدة هتبقى مش داخل مصر بس يمكن في أفريكا كمان العالم العربي بيركزوا يمكن في مباراة القمة بشكل كبير ويحب يتفرجوا على مباراة الأهل والزملك عايزين مباراة تطلع فير بلي زي ما انت ممكن كده اتكلمت قبل ما نطلع أنا ومسلم إن الحاكم الازماني ما بيهزرش حكم عند قروط صفرة عند قروط حمرة بالضبط أه فطبعا لازم نعم حسابنا وانت كمان يمكن بعت روشيتة جميلة يا سامة اللي باعب تنهد علي خدوا بالكم يا جماعة درشتهور لازم أنا عندي فير بلي ولازم احترم الحكم بشكل كبير جدا في كل القرار في الدوري الأسباني أدار عشرين مباراة أشهر اثنين وتمانين بطاقة صفرة واربع بطاقات حمرة وتمر ركلات جزاء بالنسبة لعدد موراة اللي قدرها عشرين موراة أرقام كبيرة جدا طبعا فأكيد ده أسامة لازم ناخد بالنا من الحتة دي حتة مهمة جدا قبل الموراوح ممكن يعني أنت نوهت عليها بشكل شكل جميل لازم ناخد بالنا من الحكم حطه في القبر بشكل كبير عاز أقول كمان إن النادي الزمالك عنده مشاكل في بعض الأماكن يمكن أسامة مؤثرة زي حتة تباك رايت يعني إحنا لو نتكلم على الزمالك في الفترة اللي فاتت ديت بالضبط الاتنين مش موجودين ودول بيمثلوا خبرة خد لك المباراة دي محتاجة لعبة عندها خبرة أي نعم ممكن يكون فيه مفاجأة زي ما اتكلمت وابو سلم قال ممكن يكون ناشئ يبقى هو اللي منور في المباراة ديت أو بالمفاجأة في المباراة دي احنا عند الحم بالله عندنا يمكن مصطفى شبير في المباراة دين اللي فاتوا يعني كان عملاق في المباراة دين اللي فاتوا دول بصراحة مصطفى أثبت أنه هو حارس واعد وعندنا كمان كوكا في نص الملعب كمان بصراحة أكثر مباراة جميلة جدا النهاردة يا سامي ما مقدرش أخاف على الولدين دول لو تسألنا أو تسأل سامي لا ما خافش على الولدين دول حتى لو بدأت بواحد يعني لو كوكا تبدأ في نص الملعب ممكن يعمل لك طفرة ويعمل لك شكل كبير جدا في أداء نص الملعب لكن النادي الزمالك بيعتمد بضك على الخبرات بعض الخبرات اللي موجودة في فرقته عنده مثلا في حراس المرمى عنده محمد عوات خبرة كبيرة جدا من حراس بردك المميزين اللي حيعود غياب أبو جبل عنده في خط الظهر عنده الوينش ولعب منتخب محمد عبدالغاني وعنده عبدالشافي ناحية الشمال بردك من لعبة المؤسرة اللي عندها زكاة وعندها تمركز وعندها بداية الهجمة بشكل جيد عنده في نص الملعب عنده إمام عشور وروقة وأفتكر يمكن هجيلك دلوقتي يا كابتن ماهر علشان تقولي إيه التشكيل الأقرب اللي نادي الزمالك اللي ممكن يبدأ به بكرة المدير الفني لكن يا كابتن مسلم وكابتن ماهر بيتكلم قال فيه غيابات وفيه إصابات مؤكدة في نادي الزمالك لكن برضو رسالة منك لعبة النادي الأهلي لازم ناخد بالنا من الفخ ده ما النهاردة آه لعبة غيبة لكن اللعبة مراتل الأهلي والزمالك خارج التوقعات عشان ما نعتمدش إن إحنا النهاردة غياب فلان وفلان 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 فلا اللعبة ممكن تنزل طول نادي الزمالك عنده غيبات مؤسرة فانزل مريح لازم ناخد بالنا من النقطة دي برد أنت خلي بالك كمان أنت عندك مثلا زي ما أنت وطول كده لما النادي الزمالك كان بلعب كمين النجومه كل النجومه والنادي الأهلي كان لسه يعني الناشئين كلهم كان لسه زغارين والنادي الأهلي كان كسب كسب تلاتة لات اتنين فزي ما كلمك المطوشة الأهلي والزمالك ما لهاش مقايس لو جلت تتكلم ده بالعكس أنت تقلق يا أسامة من ناس الناشئ أو اللي هيخد فرصة في المطش عايز يمسك فيديو اثنان وعنده قوة وعنده سرعة وعايز يموت نفسه وعايز يعمل زي ما جلنا نتكلم ناس محمد صبر يفضل الفترة من فترات على حس الدوري على المطش دوت جلت تتكلم عن الحزم المام الصغير كان نفس الكلام المطوشة دي كلها خلت بالك سماعت معاه بشكل كبير جدا فإحنا بالعكس لازم نحضر بشكل كبير جدا نادي الزمالك نادي كبير نادي ليه احترام وكل حاجة بس أنا نادي الأهلي أنا الثقاء أنا نادي الكار يعني أنت النهاردة كلامك بتقول أن لعبت نادي الأهلي تاخد بالها بكرة طبعا لازم تركز خلي بالك وما فيش حد بالعكس للي هيلعب هيكون أصعب بالأساسي خلي بالك عايز يمسك في الحية التاريك وعايز يزبط للناس كلها اللي أنا موجود وعنده تواجد وأنا في الحية التاريك أقدر أزبط وجودي فدي يخلي بالنا بشكل كبير منها بشكل مميز فيها نجرينا نتكلم فيها الفترة اللي فاتت أنا شايف سبات بشكل كبير جدا في النت زمالك في أماكن معينة نجرينا نتكلم عليها نجرينا نتكلم عندهم في نص ملعب عندهم مثلا رؤى بتالي ياخد بشكل كبير بعد طرق حامل فماشي بشكل مميز نجرينا نتكلم عن مثلا أحمد سيد زيزو بردك نفس الكلام من عناصر اللي عندها حلول في أرض المرع بنشر أي شخصياتي ببان في الموتوشة الكبيرة فدي كلها نحن في نكوات معينة نكوات قوة في نت زمالك نت زمالك خلي بالك عوات بردك في الفترة اللي فاتت جن سابت بقاله فترة سابت دي السقة بردك عنده فرمة مبراحة احنا جرينا نتكلم بردك عن ناد الأهل الفترة اللي فاتت أنا ممسوط جدا أننا كانت نسمع أمصان نتمنى للتوفيق نعم ناد الأهل المخلصين إن شاء الله ربنا كريمه بكرة وأد المسئولية ورجالها كلها معاه شبير أنا جانا متكلم مع مصطفى شبير حاجة جميلة ديك المستقبل ناد الأهل عامل إزاي شخصية ناد الأهل عامل إزاي الروح ناد الأهل عامل إزاي ما الناشي داخل بالك متأسس من تحت خلص أسام فكل الصفات دي خدأ اللي رايح للقوة والسرعة والحب البطولة وحب النادي والانكسار ما فيش حاجة زي كده فدي كلها اللي نتكلم عليها أنا مبسوط طبعا بحسن أحمد كوكا أحمد حسن كوكا لعيب كبير أنا جانا نتكلم أحمد نبيل كوكا لعيب كبير جانا نكلم عليه موصفات بالشابين كده بمحمد شوق أول ما طلع اللي هو بيلعب السهل الممتنع بيقدر يشوت بيقدر يروح المطش اللي فيات عنده السقه بيقف على الكرة بشكل كبير جدا بيرقص إحنا مثلا كمسلمان يحطوا في حتة الباكليفت نتووش باكليفت نعم في الأول عشان كان مزنوك كان مزنوك في الحتة فأنا شايف لما كانوا تغيروا وتحرر في الحتة بقى شكل مميز جدا فإحنا نتكلم من إن شاء الله عندنا سبات وعندنا ثقة المطش الأخير طمنا بشكل كبير جدا بس إحنا نأخذ حذرنا إن شاء الله الفرق بيننا وبالناتزة مالك في المطوشة كلها أسامة ومن العبعة في الكويمة اللي إحنا ناد الأهلي أول ربع ساعة ما احترمنا لأي حد في ناتزة مالك بيبقى الأم مننا على مدى الفترة الأجيال كلها الموجودة أول ربع ساعة ناد الأهلي بيقدر يخلص فيها اللقاء إذننا نتكلم فيها أول بيجيب أول جنزة مطش الخمسة آخر حاجة اللي هو خمسة ثلاثة تعذر الأولاني لما بدأت تجيب في الأول بيجيب المطش معك يبقى سهل فإحنا نتكلم إن شاء الله يبقى عندنا حذر اللعبة الموجودة كلها عندنا ثقة في يوم وإن شاء الله بكرة مطش يبقى في متناول إن شاء الله الكابتن أمسلم قال أشهد بكابتن سامي أمصان رحيل المسلماني خلاص دلوقتي موجود الكابتن سامي أمصان بقى له فترة مع الفريق يعني مش النهاردة عارف كل خبايا الفرقة عارف إمكانيات اللعبة بشكل كبير أدار الماتشين اللي فاتهم براه في الكاسهم براه في الدوري أدى فيهم أداء جيد نصيحة من الكابتن ماهر همام للكابتن سامي أمصان بكرة بص أسامي من أولادنا المخلصين سامي يعني من المدربين اللي عندهم سابة فعالة عنده هدوء وعنده رؤية كمان والرؤية ديته جرأة وديته ثقة بعد رحيل مستر مسلماني ما حسناش أن أسامي بعيد بالعكس ده واحد موجود معهم متعايش مع اللعبة واللعبة عندها ثقة بشكل كبير جدا لسامي حتى كمان سامي يا أسامي لما بدأ تحس يا أبو مسلم أن الفرقة فيئة أن عودة الروح مرة تانية حسينا كده أن عودة الروح وعودة الروح للفنان الحمراء واللعبة تحس كده بفوقان حتى في أداء في المباردين حتى مبارد الكاس مصر السلوم ديت اللي احنا كسبنا فيها تحس اللعبة حتى كمان يا أسامي من انتشارها من أداءها من بداية الهجمة من الزابة تنهي الهجمة الجمل التكتيكية اللي احنا كنا مشهورين بيها الثقة اللي موجودة داخل الملعب المبارد التانية كمان أستر كامبري أكدت ثقة سامي في اللعبة وثقة اللعبة في سامي فالناس حست أن فعلا لعبة النادي الأهلي وقفة الناس كانت تتكلم على اللعبة النادي الأهلي عندها يا جهد اللعبة النادي الأهلي تعبانة لا لا بالعكس ما فيش كلام ده اللعبة حست كمان أن الراجل اللي موجود سامي ومصن ده تعبان وشقيان معهم وده ابن منها النادي الأهلي اللي هما بيكملوا المشوار بعد الخواجة وده دورنا كلنا لو هنرجع كده بالتاريخ كانت زيارة الكابتن محمود الخطيب خلاله من اللي فاته دايما لكابتن سامي ودعمه للجهز الفني وأيضا لعيب النادل أكيد أكيد وبتنعكس كابتن محمود الخطيب أسامي موجود معهم عايز أقولك بقاله خمس سنين يعني الاسترس اللي وقع عليه هو كمان أكتر من اللعيبة فالنهاردة وجوده في ظهر سامي بيدي ثقة بشكل كبير جدا يا جماعة ولو هنرجع للتاريخ هتلاقي ان طول عمر مجالس إدارة النادي الأهلي مع الخواجة سببورت مع المصري بيبقى سببورت أكتر يعني كابتن محمود الخطيب مع سامي وهو عنده ثقة في الله وثقة في سامي بشكل كبير خل بالك كلام كابتن محمود الخطيب مع سامي مش كتير هو تاني يوم كابتن أنا في دمرين مش كتير لأنه عارف سامي هيعمل ايه وفي دماغ سامي بيفكر في ايه وعايز أقول لك كمان سامي عايز يزبط وجوده خلال الفترة دي ان هو مدرب يعتمد عليه انه مدرب قوي وخصوصا يا سامي المرحلة الانتقالية اللي بعد الأجنابي للمصري خبالك بتبقى مشاقة كبيرة جدا جدا على سامي وسائي لكن أنا دايما بقول وهقول الأهل بمن حضر داخل الملعب وخارج الملعب نروح نشوف التقرير ده وبعد التقرير مكملين مع حضراتكم مرة تانية أهلا بحضراتكم من جديد كابتن ماهر عايز أخد بقى من حضرتك التشكيل المتوقع من نادي الزمالك اللي هيقابل ببكرة النادي الأهل عندك قيمة نادي الزمالك اللي في المعسكر واللي التشكيل الأقرب ببكرة يعني مستر ديرا يمكن في ماتش الكاسة والماتش اللي فات لعب بعض اللعيبة اللي هم الناشئين على أساس يمكن رايح بعض النجوم للمباراة دي اللي هو برضا حطت في حزبانه مباراة القمة ومباراة الأهل وعايز أقديها بشكل جيد يعني وعنده ثوابت زي ما تكلمنا في حرص المرمى محمد عواد وعنده ثوابت في حرص المرمى وعنده ثوابت في خط الظهر طبعا بالنسبة لعبد الشافي في الباكليفت عبد الشافي باكليفت وبعدين عبد الغاني قلب الدفاع هو والوينش المشكلة في حتة الباكراية هي عندهم الاثنين النجوم طبعا مصابين ماسوسي ومن الأقرب من وجه نظر كابتن ماهر هو برضك مهم عنده نص الملعب أنه عنده ثوابت في نص الملعب يعني صعب نلعب فيها زي إمام عشور يعني إمام عشور هيكون في نص الملعب ومعه روئة وروئة ودامهم أوباما وبعدين خط الهجوم هيبقى زيزو في ناحية اليمين زيزو يمين وبنشرق ناحية الشمال وبنشرق ناحية الشمال وعمر السعيد ترس حربا عمر السعيد مهاجم يعني كده هيلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد صح كده بس نصلنا الباك رايت الباك رايت في لعب المباراة اللي فاتت الداخلية السيد نمار ده ناشئ صغير ممكن يكون موجود يحط ناشئ صغير يدي له الثقة في مباراة زي دي لعب بي يعني انا مش حاسس انه يعني عندهم الجرء ان هم هو ممكن يبدأ بناشئ وعايز حده برضه يكون رجلية دايسة اختر في الجانب ده طيب كابتن ابو مسلم قل تشكيل من الاقرب من وجهة نظرك اللي هيقابل بيه ازا مالك بوكر النادي الاهلي دعوه حراس المرمى اربعة اتنين ثلاثة واحد وعطول شغال بالنفس الشكل يعني انت ستتافي مع كابتن ماهر اه هو بيشتغل نفس الشكل ده عواد حراس المرمى عواد ما فيش خلاف عليه طبعا ماشي صوته بجبل هيبع عندك باكرايت اللي هي فعل مشكلة انا شايف عبدالله جمعة يحط عبدالله جمعة عندهم الخبرات في الحتة عبدالله جمعة ممكن يلاعبه في الحتة دي اه عشان عنده السرعة وعنده القوة ممكن يقوم في شكل كويس في الحتة دي ونحط شمال من باكرايت اللي هيب باكرايت اللي هيب باكليفت ما فيش مشكلة يعني عبدالله جمعة كان بلاعب باكليفت هو مش عادلته اه فممكن نحط تاني ما عندهش مشكلة ممكن يحط في الحتة دي. هيتبع عندك الوينش طبعا موجود الوينش وعبد المنعم نفس الوينش وعبد الشافي عبدالغاني. عبدالغاني وعندك عبدالشافي باكليفت نفس الملعب موجود رؤى موجود فيه وإمام وإمام وإباما قدامهم وعندك زيز ونفس التشكيل. نفس التشكيل أنت تتفق في التشكيل اللي حطته الكابت المارهام بس حطيت عبدالله جمعة باكرايت. ممكن يجازف ويحط إمام عشوري شلو من وسط الملعب ويحطوا باكرايت لعب مع منتخب مص باكرايت في الحتة دي. ممكن يحطوا في الحتة دي ولا مش عاز يخرجوا من نص الملعب بعد غياء طريق حامد. بزرط يا أسامة يعني إمام يعني بدأ يندق في الحتة دي. من خلال منتخب مصر ومن خلال نادي الزمالك وبعدين طارق فارق معه في نص الملعب بشكل كبير يعني. فإمام بيقوم بالمهمة دي هو يهمه برضا نص الملعب أن هو يقوي نص ملعبه. عارف نص ملعب النادي الاهلي ما شاء الله يعني التلاتة اللي موجودين في نص ملعب النادي الاهلي أي حد حيشترك فيهم مؤسس بشكل كبير فيهم نص الملعب أنه يمسكوا فييرا في هذه المباراة يعني. هو بص سما هي فيها ريسك طبعا. هو ده الاحتمال الأقرب مفروض اللي هو لو إحنا جاننا بنتكلم لكده. يعني الأقرب واحد ليهم إمام عشور ليه عشان لعب مع المنتخب في الحتة دي. تموضش صعب جدا متع سنغال وقده بشكل كويس. لو جاننا نتكلم فيها. بس إنت لو هتطلع إمام عشور من الحتة دي. هتبقى عندك مشكلة في نص الملعب بعد رؤى هو مش رؤى بقاله فترة مش قوي يع يعني بقاله فترة بعد. عايز حد يسنده في الحيط تريع عشان نص الملعب لاتخب منها كان عندك مشكلة. طب دلوقتي كابتن ماهرة كابتن مسلم. الفترة اللي فاتت في المباراة السابقة. المدير الفاني نادي الزمالك. برضو جرب طريقة ثلاثة أربعة ثلاثة وراء. لعب تلاثة وراء الطريقة القديمة بتاعتنا خمسة ثلاثة اتنين أو ثلاثة أربعة ثلاثة. ولاعب واعتمد على ثلاثة مساكين الطريقة اللي كان بلعب بها موسماني في بدات الموسم. ممكن يج اشتغل بالطريقة أربعة ثلاثة واحد العادية. ده مستحيل طبعا خلي بالك هو. كان يشتغل الفترة دي كان طوش تكاسي كان شغال بيها. نعم بيها. مرات كاس. اه محمود علاء. وحصل فيها مشكلة كبيرة جدا خلي بالك. ده أسوان بالعكد. ده أسوان كانت خطر جدا في المطش دوت. فطبيعي لما انت بتشتغل تلاتة عندهم نفس المشاكل الموجودة محمود علاء البطيق جدا. والسرعات ما عنده. عنده فهم مشاكل. نجيل تتكلم محمد عبدالغاني فيه تهور شوية. ممكن نعمل ضربات جزائية بشكل كبير جدا. الوينش هو الوحيد الذي يعرف يتحرك بشكل كويس. بس الوينش عنده مشكلة في العرضيات. وشفناها في مطش المنتخب مصر. الثلاث كوار اللي تعمل بالعرض. الوينش هو الرجل يسبقه ويجيب اللي جوان. فدي مشكلة. عمره ملعب ثلاثة وراء. هيلعب اثنين. وهيلعب الباكين عبدالشافي. يعني مطلعش كتير. عبدالخبرات دلوقتي عبدالشافي بواقف بيوصل لكورة. والباكريات هي بس النقطة اللي نكلم فيها ممكن يحط عبدالله جمعة عنده كوة وسرعة شوية. وفي محمد طارق برضو الناشئ. صعب شوية. ممكن ما يغامرش به. ممكن ينزل. بس خلوك ما يبدأش تبدأ ليه صعب. عبدالله جمعة لعبها مع كارتيرون. مدرب الفرنس اللي كان قبل ده. قبل فيرا. كان موجود مع عبدالله جمعة. ولعبه في الباكريت. وكان لعبه في مرات الإسماعيلي. طب كابتن مهر. النادي الأهلي ولعبت النادي الأهلي والكابتن سامي ونصان. بكرة يخلوا بالهم من ايه من نادي الز زمالك. الحتة الأدامنية يسامي عندهم عندهم لعبة مميزة. زيزو عنده من السرعات الكرسات العرضية واحدة 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 بيعرف يفوت قوي. محتاج محتاج زيزو يترقى بشكل كبير. زيزو يمكن هو اللعيب الوحيد اللي موجود في منتخب مصر عنده ثبات في الأداء. في خلال الفترة اللي فاتدي كلها. فزيزو في حالة حالة جيدة. حالة يعني فيها فوقان بشكل كبير. محتاجين الحلعة في ناحية الرايت. يبقى لازم يأخذ باله من زيزو. كمان زيزو كمان بيرجع يا أسامة. بدأ يعرف. إنه يؤدي الشق الدفاعي. والكلام ده يعني زاد من خلاله. الأول ما كانش بيرجع. دلوقتي بدأ يعرف إنه هو الضرين. الضر الدفاع. الضر الهجوم يقوم بيهم بشكل جيد. عايزة أقول لك كمان أسامة. خد بالك. وهما صعب يغمروا. كل الفترات التي كان كويس فيها. في أداءه مع نادي الأهلي. كان خطوطه تلاتة قريبة من بعض. وكان بيدافع. لما قررت بتطوطها. في نص ملعبها. فبصراحة الفترات دي اللي كان نادي الزمالك فيها. بيبقى ند للنادي الأهلي. هيلعب جيمة. أتمنى أنه يلعب جيمة مفتوح. يعني علينا إحنا. يعني خطوطه تفتح معنا بشكل كبير جدا. لكن أنا حاسس إن الرجل يعني عنده عنده حرص ورجل زاكي بفكر. فكر بشكل كبير. إذا كنت عايز أن تتدرش من من الأهلي. ما تفتحش خطوطك. تكتفي مع كابتن مهرة كابتن أمسلم إن بكرة مدير الفن نادي الزمالك موكر. يكون عنده تحفظ في البداية. وتاني حاجة كابتن مهر قال زيزو. نادي الأهلي يخلي باله من زيزو. من اللعب الثاني ممكن نادي الأهلي يخلي باله برضو منه أو لعب نادي الأهلي. خلي بالك يا سيما أنت زيزو من دين الناس اللي عنده حلول. فيه لعيبة في الملب عنده حلول. هي اللي بترجح الكافة في وقت. بنشرق طبعا. بنشرق عندك شخصياته كويسة في المتوشة كبيرة. كان بيعمل لهم فرق. وخلي بالك عندك واحد قوى جدا في الحتة. لازم نخلي بالنا منه ما معشور. من اللعبة اللي بتعدي الدريبل كويس. بتقدر تقام الشوتينج وهو كرة تحت رجله. يعني ما نخدش مساحة. هو بيعدي كرة تحت رجله ويقدر يشوت بشكل كويس. فديه الثلاثة اللي هم عندهم حلول. اللي بيقدروا يشتغلوا بشكل كويس جدا. نحن نتكلم. ميستر فييرا. نتكلم عن الشكل بتاعه. هو. ما عندهش عسما اللي هو الروح المجاسف. هو هيبدل يقف. وهيلعب. هييلعب راس حربة واحد. عمر السعيد. هيبدل يلعب. ويبتر يحضر عليه بسرعات. بين شرقي يشتغل. او زيزو. او الهجم المرتدل اللي بيشتغل به. زي ماطش اللي كان عمله في قطر. لو انت فاكر قبل كده. كان شغال هو نفس الموضوع. نفس السيناريو. نفس المدرسة. هيبقى عنده اتزام من الدفاع والهجوم. على فترات معاينة بيقدر يحط على راس حربة سابت كان موجود. قبل كده بسم برس كان موجود. هيبقى نفس الموضوع. عمر السعيد. نفس الشكل. مش خاطر. ده. احنا نتمنى اللي هو يهاجم. هو شيء يهاجم. هو عارف نادل اهل بيقدر يشتغل ازاي. عندنا الصراوات. عندك عبدالقادر. عندك. 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 افشل موجود. عندك. عندك. محمد شريف. فعندك. الحاجات دي كلها. عندك. مفاتيح في نادل اهل. فهو ينساهم الجماهير. بشكر ضيوف الكابتن ماهر همامو. كابتن احمد وسلم. ونروح نشوف التاريخ ده مع بعض. وبعدها نروح لفاصل. بعد الفاصل استقبل دكتور احمد سابت. وايضا التحليل الفني لموراة القمة. بين الاهل والزمالك. والتشكيل المتوقع للزمالك. وابرز نقاط القوة الضعف في نادي الزمالك. ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم الجديد. برحب بضيفة اللي منورنا ومشرفنا الدكتور احمد سابت. اللي هنستعرض معاه بقى كل طرق نادي الزمالك بكرة. او الطريقة اللي هيلعب بيها التشكيل المتوقع. ازاي بكرة كابتن سامي وصاني يواجه نادي الزمالك. ابرز نقاط القوة الضعف في نادي الزمالك. دكتور سابت منورنا ومشرفنا. ده نور حضرتك. وتحديد الحضارة كابتن وسامي. ايش يا كده. بعد ما عندك. قل بقى في البداية شايف مبارات القمة مية اربعة وعشرين بدي الاهل والزمالك ازاي. اولا مبارات القمة بتبقى بطولة خاصة. بتبقى مش يعني. مالهاش دعو بالنتاج اللي قبل كده او بالاداء او بتغيير المدربين. بتبقى هي التسعين دقيقة. على حسب حالة اللعيبة ليلة المباراة ويوم المباراة. طبعا توفير ربنا قبل كل حاجة. لازم اللعيبة تكون مركزة. وهي مباراة بثلاث نقط في الاول وفي الاخر. طبعا احنا الفارق ما بيننا وما بيننا دي الزمالك خمس نقط. فهم عايزين ان هم يقرب نقطة. يعني لما يكسبه يعني تبقى الفارق مسلا نقطتين. لكن النادي الاهل لما يكسب. يعني بشوفها 50% من الدوري. مباراة بكرة. دي ان شاء الله. بتبعد شوي. بتبعد بتبقى 50% لان انت بتبعد المنافس بتبقى الفارق 8 نقط ما بينك ومبيننا دي الزمالك. وبالتالي بتبقى يعني ان شايفة 50% ان شاء الله اللعيبة تكون مركزة وفحالتها وبإذن الله نحاق المكسب يعني بإذن الله. بس له طبعا لسه ليه مباراة موجلة. لسه ملعبهاش دلوقتي يعني عمليا او على الواقع ان الزمالك هو متصدر. بس انت بتقلل معنوياتكم. لما بتكسب مباراة والمنافس بتكسب زهاب وقياب ومتخلل فارق 8 نقط بتقلل معنوياتهم بيخش عندهم الشك. خاصة ان هو الشك اصلا موجود عندهم في الفترة دي. على المدرب وعالبادني وكيف انت بتزود كمان الضغطات عليهم. لو ما كان فريرة او فريرة بكرة المدير الفن نادي الزمالك هيقابل النادي الاهل ازاي. والله فريرة عنده طريقتين لعب. يعني هو اول ما جيه مسك نادي الزمالك. هو الفرق ما بين فريرة و كارتيرون ايه الاول. النفريرة. دايما بيلعب بالدفاع المتقدم. بيحاول ان هو يقرب التلات خطوط معربين من بعض. بس هو عنده طريقتين لعب. ياربعة تلاتة تلاتة. لكن لكن في الفترة الاخيرة حولها ليه تلاتة اربعة تلاتة بعد غياب طريق حامل. تلاتة اربعة تلاتة دي شفناها في مباراة اسوان. اسوان والاسماعيلي. بدأ يدخل الطريقة. بدأ يدخلها اه. فانا شايف ان ممكن تكون اقرب بكرة ان هو يلعب بالتلاتة وراء. ممكن. ليه? طب قلنا التشك المرمى محمد عواد لا خلاف عليه. التلاتة اللي وراء عنده محمود الوينش. ونحية اليمين محمد عبدالغاني. والشمال محمد عبدالشافي. لعب كده في الشوط التاني والمباراة الداخلية في كاس مصر. راح مودي محمد عبدالشافي مساك ثالث. وعبدالغاني. ومحمود الوينش. ونحية اليمين عنده طبعا مشكلة فيها. وانا شايف ان دي النقطة لازم نستغلها بكرة. طب استنى بس قبل نروح ناحية اليمين. هل الوضعية الوينش هتحطوها في القلب. ولا تحط الوينش هو على اليمين. وممكن عبدالغاني وبهوه في القلب. هو الوينش أصلا شمال. طبعا عبدالشافي عدلته الشمال. شمال. الوينش أصلا بلعب ناحية الشمال. وعبدالغاني بلعب ناحية اليمين. فهي هتوب أن الوينش هو اللي هيدخل في العمق. وعبدالغاني ناحية اليمين. وعبدالشافي هو اللي بيروح شمال عشان على عدلته. ناحية اليمين عنده كذا حل. عنده محمد طارق. الباكرايت الصاعد اللي لعب مباراة الداخلية. عنده سيد عبدالله نمار برضو ده التقلق في مبارات الداخلية في الشوت الثاني عمل ماتش كويس ممكن يحط إمام عشور ناحية اليمين ممكن يحط عبدالله جمعة بس أنا شايف بصراحة أن الأربع حلول مع تواجد معلول أعتقد إن شاء الله أن هي تكون نقطة قوتنا بكرة بإذن الله يعني بإذن الله ناحية الشمال محمد عبدالشافي الباكليفت نحطنا محمد عبدالشافي هنا عبدالله جمعة محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة الاثنين الارتكاز محمد أشرف روقة وإمام عشور يبقى كده أدي تلاتة أربعة التلاتة اللي قدام بقى عندك هنا زيزو ناحية اليمين أشرف بن شارقي وعندك أوباما فيه فكرة إنه هو عنده برضو حاجتين عنده أوباما بيلعب مهاجم وهمي وده برضو في المبارات الإسماعيلي هو لعب بالشكل ده لعب بالتلاتة أربعة تلاتة أوباما هو اللي بيلعب مهاجم وهمي هو اللي بينزل لورا عشان يسحب مع المدافعين ودايما بن شارقي بيوم قاطع للعمق وزيزو دايما فاتح ناحية اليمين لأنه مميز جدا بالعرضيات ومين اللي بيكمل في ظهرهم روقة أولا معشور تحديدا المميز بالتزديدات ديت الطريقة الأولى اللي هي الأقرب ممكن تكون بكرة يعني أوباما النهاردة هيكون هو المهاجم الصريح ند الزمالك مكان عمر السعيد فالنهاردة ده يدي أفضلية لزيزو يخش الجوه وبين شارقي تكمل وممكن عمر السعيد برضو يبدأ راس حربة ولو بدأ راس حربة ساعتها هي ايه هيودي أوباما كارتكاس تاني جنب روقة وإمام عشور يروح بكرايت هو عنده كذا حل يعني احنا بنتكلم في حلول أو الفكر بتاع فريرة تعال نشوف طريقة اللعبة التانية يعني الطريقة الأولى بنتكلم 3-4-3 3-4-3 دي أماكن تزديدات إمام عشور هو جاب 3 أهداف السنة دي العلامة الحمرة دي أماكن تزديداته من برى المنطقة إذا لازم نخلي بالنا من تزديدات إمام عشور بيشوت من بعيد بيشوت من مسافات عنده حتة التكملة دايما من وراء عشان كده بيحول طريقة اللعب يعني هو نموذج للعب البوكس تو بوكس اللي بيكمل وبيسدد يعني انت النهاردة لو مكان فريرة ما تستغناش عن إمام عشور وتشيله من نص ملحة تحطه بكرايت تحطه في المكان ده بعد غيال طريق حامد عشان يديك التوازل في نص الملحة والله يعني لو مكان فريرة أعتقد أنه لازم يبقى بكرايت لأنه طبعا النادي الأهل هيبقى عنده علي معلول فهتبقى تحط على الأهل لأنه عنده مشكلة بصراحة عنده إمام عشور وعنده غيابات مؤسرة في حتة البكرايت اللي احنا لازم بكرا نستغلها طريقة اللعب التانية اللي هي 4-3-3 برضو محمد عواد اللي هيبقى اتنين بس عبدالغاني ومحمود الوينش عبدالشافي ناحية الشمال وناحية اليمين هيحط زي ما قلنا محمد طارق سيد عبدالله أي ناشئ أي ناشئ منهم وطبعا أو عبدالله جمعة برضو التلاتة اللي ارتكاز محمد أشرف روئة تمام ناحية العليمينه هيبقى إمام عشور وناحية الشمال ممكن يحط إسلام جابر ممكن يحط عبدالله جمعة ممكن يحط أوبانا لو ما بدأش مهاجم وهم يحطه هنا فعنده كذا برضو حل هنا مفيش خلاف دايما على زيزو وبنشارئ على الأطراف وعمر السعيد قدام فده الشكل الثاني بتاع نادي الزمالك بكرة للأربعة ثلاثة ثلاثة سواء يعني تعال نفرج حضاك على طرق اللعبة برضو اللي هو لاعب بها عشان يكون تأكيدا للكلام نشوف بقى في المباريات السابقة مباريات نادي الزمالك سواء في الدورة أو في الكاس يعني كانت مركز اللاعبية في المباريات الزمالك سواء في الطريقة اللي بيشرحها الدكتور أحمد سابت ثلاثة أربعة ثلاثة أو أربعة ثلاثة دي طريقتين مش هيخرج بره التشكيل بتاع نادي الزمالك مهما اختلفت الأسماء دي احنا بنتكلم على طريقة لعب بص قد الخامسة وارف مباراة لإسماعيلي ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة بتتحول بعودة الزهرين لخمسة أربعة واحد قد الخمسة أربعة واحد بتاعت نادي الزمالك اللاعبوا بها قدام لإسماعيلي دي طريقة القديمة اللي كنا بلاعفة كرة المصرية وابتدى بها موسيماني في بداية الموسي مع نادي الأهل من اللي كان مهاجم أوباما مهاجم الوهمة هو هو اللي بينزل يسقط عشان يفتح المساحات لإيه لبن شارئي كمل الصور على طول هنا برضو الخمسة أربعة واحد نفس الشكل بتاع نادي الزمالك اللي لعبوا بيه مباراة لإسماعيلي تعالي أوريحة داك فكرة الخمسة أربعة واحد تحركات زيزو وأشرف بن شارئي بص هنا زيزو فين زيزو تحركه دايما في الهافيس بيس في المساحات بين الخطوط دايما بينزل في العمق عشان هنا مهم جدا أن لعبة الارتكاس بتاعت النادي الأهلي تخلي بالها أن في بناء الهجمة بتاع نادي الزمالك بيحضروا على زيزو مين اللي فتح هناك دا بن شارئي بن شارئي بيعمل تمديد لعرض الملعب دايما على آخر الخط وزيزو هو اللي بيبقى داخل ليه للعمق هو اللي بيتحرك في المسافة مثلا ما بين معلوله والسلية عشان يستلم بيطلب الكهورة كمل بقيته الصورة هتلاقي برضو نفس الفكرة هنا برضو حزم إمام نحية اليمين هو اللي بينطلق كمل هات الصورة اللي بعدها برضو نفس الشكل بص اه دي زيزو هنا هنا مين زيزو نازل يستلم من محمد أشرف روقة في بناء الهجمة ومين اللي فتح في آخر الملعب بن شارئي فهنا هنا بتبين سواء بدأوا بالتلاتة أربعة تلاتة أو الاربعة تلاتة تلاتة لازم نخلي بالنا من تحركات الجناحيين بيشاري دايما ليه حرية في التحركات من الخارج صح زيزو ممكن يشتغل من الخارج أو يشتغل من العمق زيزو تحديدا أنا بشوف زيزو مسته أخطر حاجة في زيزو العرضيات أحسن واحد في مصر بيعمل عرضية يعني احنا عندنا معلول في الأهلي زيزو هو مسته في العرضية يعني زيزو مش مهاري قوي ولكن هو مسته في العرضية دي الطريقة الثانية كابتن أنه أسامة فيه التال 4-3-3 قدام المصري احنا جيبنا طريقتهم قدام الإسماعيل جيبين طريقتهم قدام المصري أيام طريقي حامد كان موجود كان بيلعبpass بال48-3-3 من التالة اللي في النص إمام عشور ووقاما وطريق حامد ساعتها كان طريق حامد م luiديهم حماية شوية في اللوم العمق فكان بيلعب فيه ال4-3-3 والي قدام عمر السعيد نفس الشكل برضه دا ال4-3-3 ما هيقوم بدور طريق حامد بكرة روء؟ هو اللي هيبقى ثابت قدام الديفنس وإمام عشور هو بليل حرية أنه هو يزيد ويسدد صح؟ صح هنا إمام عشور بيكمل اهو بص حقا عايز برضو نقطة مهمة قوي يعني إحنا بنتكلم بنتكلم دلوقتي على نقاط الكوة بتاعة نادي الزمالك أخطر حاجة في نادي الزمالك في الفترة الأخيرة الدربات الركنية كرات السبت الدربات الركنية تحديدا هم مسجلين 34 جون في الدوري منهم 8 من دربات الركنية هات بس الصورة أهي قدامنا الصورة على الشاشة اللي هي اللي بتاعة الـ direction of أماكن العرضيات بتاعت الدربات الركنية بص دي العلامة الحمراء دي أماكن وصول الدربات الركنية بتتلاعب فين هتلاقي كلها تقريبا حوالين ما بين علامة منطقة الجزاء وما بين خط الستة عند اللي هي علامة ضربة المرمى كده كل الأهداف هنا مين اللي بيرفعها زيزو مميز هو في الكرات العرضية عرضياته في حتة الدربات الركنية بس لازم نخلي بالنا أن الشناوي لو هيطلع هو بيعملها دايماً لورا يعني الكروس من ناحية اليمين بتلاقيه ايه ملفوف لورا وطلع لبرة دلوقتي النهاردة برضو مدفع النادي الأهل هقول لحداك على حاجة الكرات السابتة الركنيات النهاردة يبقى التمركز من تومان وإحنا وقفين ولا زي ما بنشوف الكرة الحزة دلوقتي اللي اتنين اللي انا واقف بشغل مساحة دلوقتي أي كان هيجي فيها أنا نهاردة برقب اللي اتنين لازم من معزون يعني انت النهاردة بص عرضية زيزو من ناحية اليمين هي بتحس ان هي بتخش الجوة وبعدين بتطلع لبرة يعني هو اللي بيرفعها بيبقى على يمينه وبيطلعها لبرة فهنا الكروس بيبقى صعبة على حرس المرمة عشان كيقول لها عرضياته مميزة ليه بصعب ان هو يطلع لان الكرة بتخش الجوة وتطلع لبرة فهنا لازم تمركز لازم واحد يبقى على العرضة القريبة واحد واقف وراه وغير ان انت مرائبهم بشكل كويس يعني هي بتبقى خليط ما بين المان وما بين الزون نكمل برضو نشوف ده تحرك أشرف بن شارك اللي حالك كنت بتتكلم عليه ان هو دايما بيعمل الأوفرلاب فتح الملعب ودايما عامل الأوفرلاب مع عبدالله جمع عبدالله جمع هو اللي بيكمل كمل الصورة اللي بعدها على طول هتلاقي ايه ده الجن اللي جابوه في نادي الإسماعيلي بن شارك عبدالله جمع قطع بص بن شارك عمالها لعبدالله جمع بن شارك حيروح قطع ميزة بن شارك ان هو دايما بيكمل جوه منطقة الجزاء يعني بيبقى الأول فتح عرض الملعب بعدين بيكمل جوه المنطقة قبل ما تشوف الصورة اللي بعد كده دكتور سابت توقعك بكرة فريرة هيبتدي قدام النادي الأهلي ممكن يبتدي ضغط عالي ولا النهاردة يبقى عنده تحفظ ويبدأ يشتغل على المساحات اللي موجودة انطلاقات زيزو انطلاقات بن شارك ممكن انطلاقات أوباما من تحت لو في مساحات الشكل اللي ممكن يبتدي به قدام النادي الأهلي ازاي اعتقد فريرة مدرب دفاع شوية يعني مدرب متحفظ اعتقد انه هو دايما بيستخدم في المساحات الأخيرة كلها الميت بلوك اللي هو الضغط في وسط الملعب دايما وبيعتمد على السرعات والهجمات المرتدة والكرات العرضية ولكن انا شايف برضو انه ممكن بكرة يلعب له بلوك كمان يعني ممكن يلعب نوعا ما دفاع منطقة شوية او في وسط الملعب عشان الغيابات اللي عنده بس هو تحس انه في المساحات الأخيرة كلها بيلعب دفاع عالي بسط الملعب واللو بلوك اللي هي الميت بلوك على فكرة دي عامل لهم مشاكل كبيرة جدا اواري لها داك على حاجة تعال اواري لك ابرز مشكلة دفاع نادي الزمالك هات الكليب بتاع الدفاع المتقدم فريرة دايما بيقرب التلات خطوط فانت عشان تلعب بدفاع متقدم لازم دي كانت في مباراة امبي في كل المباراة في مباراة المصري مباراة المصري مباراة الإسماعيلي مباراة الداخلية بص صاحبك بص دا الدفاع المتقدم هنا مشكلة الزمالك الأساسية ان هم ما بيدغطوش ضغط عالي انت عشان لازم تلعب دفاع متقدم لازم تضغط ضغط عالي لازم لزي يورجون كلوب كده في ليفاربول هو بيلعب ضغط عالي فهما بيستخلصوا الكرة بأكثر سرعة لكن الزمالك أصلا ما بيستخلصوا الكرة بأكثر سرعة فبيلعب بدفاع متقدم هنا وجود مهاجم سريع زي محمد شريف وتواجد بيرسيتاو حد من الاتنين دول لازم يستغل المساحات اللي في ضهر دفاع الزمالك بس هل ممكن يبدأ بالشكل دا ويعمل دفاع المتقدم العالي كده ويبقى عنده المساحات في ضهره ممكن ولا ممكن يبقى عنده تحفظ النهاردة أتمنى طبعا دي بتدي أفضلية لو عندك النهاردة أطراف سريعة مهاجمين سرعة تديهم من الأفضلية في الاختراكات بسرعة وتقدر توصل بسرعة بس دي عملاله مشاكل يعني انت مثلا هنعرف كذا حالة هتلاقي في كل المطش كل المطشات بلعب يعني هو قدام إستر نقامبني اللي عبها قدام المصري قدام الإسماعيلي قدام الداخلية كمل بقيت الصور كده بتاعت الدفاع المتقدم وانت شغال هتلاقي بص المسافة ما بين الخط الدفاع وما بين الحرس المرمى 45 متر مساحة كبيرة طبعا مساحة كبيرة جدا فدي المساحات دي هبص هنا برضو مباراة المصر هنا الداخلية ده المطش الأخير بتاع الكاس الهدف بتاع الداخلية جي ازاي من خلال تمريرة هنا لازم الجناح بتاع النادي الأهل لما يكون مركز لو هم بدأوا بالدفاع العالي ده انا ازاي هحط التمريرة في ظهر المدفعين ولازم محمد شريف يركز في الحتة دي انا ازاي هتحرك في ظهر المدفعين اللي قدامي هم ممكن ما يبدأوش بالدفاع المتقدم ممكن يبدأوا برضو زي ما حدقك قلت بالدفاع المنطقة ده برضو من ضمن الحلول اعتقد لو هما بدأوا كده او كده في مصلحتنا في مصلحة النادي الاهلي ليه هما لو بدأوا بالدفاع العالي انت عندك محمد شريف يقدر يستغلها عندك عليه معلول ناحية اليمين برضو لازم يستغلها سواء اي حد بدأ من الاجنحة او انت خلي بالك في خلف البكين المساحات عشان خاطر بين شارك وزيزه ما هنا دور بقى مين دور ديانج او حمدي فاتحي اللي هو الارتكاز الدفاعي ان هو بيغطي الهجمات المرتدة بتاعته بص هنا الانفراد بتاعت الداخلية برضو ده كل دي مساحات وورا الدفاع المتقدم حتى لو بدأوا بالدفاع المنطقة انت مستحوز انت مسيطر اعتقد ان السيطرة والاستحواز دي تديك افضلية وتديك شخصية ولازم بكرة اللعيب عايزين رتم سريع ايوه دي نقطة مهمة جدا مع الدفاعات اللي ممكن نشوفها بكرة في المباراة زي يعمل دفاع متقدم ممكن يعمل دفاع متأخر وورا عند مطقة الجزاء بتاعته المتطلب من لعب النادي الاهلي في الوقت ده علشان اقدر اضرب التكتلات الدفاعية لازم ضغط عالي مهم جدا ان احنا لازم بكرة انا شفت الضغط في المباراة الاخيرة افضل لعبت الاهلي مع كابتن سامي بدأت تتحسن شوية بدنيا عايز الضغط بتاع النادي الاهلي يكون افضل الضغط العالي بتاعنا يكون سرعة استخلاص الكورة الرتم تفرض شخصيتك في الملعب انت الافضل انت الاحسن لازم تستحوز على الكورة لازم تحاول تعمل اكثر عدد من الفرص وتخلق وتروح وتضيع مش مهم بس فكرة ان انت ايه تسيطر تستحوز اكتر وتروح وتحاول تسجل طول ما انت سواء هو فريرة يلوب لك يميت بلوك طب النهاردة انت بتعمل الضغط العالي والاستحواز والرتم السريع ما انت برضو يازم تخلي بالك وراء طبعا في المساحات مين اللي يقدر يغطي المساحات الموجودة لو علي معلول زاد فكورة النهاردة لو السولية كمل فكورة مين اللي يقدر يعمل لك الكافرينج وراء هنا تواجد يعني بتتكلم في الارتكاز الدفاعي سواء ديانجا او حمدي فاتحي لو بدأنا باثنين او بدأنا بثلاثة اي واحد فيهم في الارتكاز الدفاعي مهم جدا انه هو يعمل التغطية الدفاعية مع معلول لان بكرا زيزو هيحاول يستغل المساحة اللي في ظهر معلول وبين شرقي هيحاول يستغل المساحة اللي في ظهر الباكرايت فمهم جدا ان انت تكون مركز في التغطية الهجمات المرتدة هنا برضو لكورات السابتة الكورات السابتة اللي على الزمالك هم عندهم مشكلة في الرغم ان هم مميزين في الضربات الركنية مشكلتهم في الضربات السابتة اللي عليهم لو لاحظت هتلاقي ادي ماتش المصري مثلا جابوا هدف فيهم من ضربة سابتة أمبي سجل فيهم هدف من ضربة سبتة الإسماعيلي يعني كذا ماتش كمل بقيت الصور هتلاقي برضو هدي برضو جون ده هدف المصر الزمالك اللي تكمل كرة سبتة كمل هتالصورة اللي بعدها برضو كملولنا بعد كده نشوف برضو يعني ممكن نقاط الضعف في نادي الزمالك من كرة السبتة ده هدف أسوان من ضربة روكنية في نادي الزمالك برضو تلعبت على مرتين وبالعرض رغم زيادة العددية لكن التمركز أو المنت ومان مش صحيح بص طلع مدافع أسوان طلع بيلعب الكرة بالماغل وحده وبيقدر كرة جات في العرضة وبعدين تابعها ولكن برضو جاية من ضربة روكنية هنا برضو هدف هدف إبوكة فأنت عندك عندهم مشكلة فيه الضربات السبتة اللي عليهم واضح ان احنا لازم نستغل لبكرة ايه الضربات السبتة مهم جدا معانا مقارنات برضو معانا مقارنات عايزين برضو نشوف المقارنات يعني لعبة الاهل والزمالك في المراكز برضو نشوف دكتور سبت زيزو أفشا زيزو بيرستاو زيزو أرقامه كويسة جدا نشوف أبرز الأرقام هنا زيزو لعب 18 مشاركة ب1467 مسجل 11 هدف منهم 7 ضربات جزاء وعمل 6 أسست زيزو أكتر لعب في الدور صانع فرص وده الرقم اللي كنت بقول لها داك عليه اللي هو ايه مسته في العرضيات فصانع 51 فرصة 51 فرصة دي كلهم عرضيات تقريبا يعني محاولات صحيحة 61 مراوغات نجحة 26 بيرستاو مسجل كمس أهداف صانع 7 فرص محاولات الصحيحة 12 المراوغات النجحة 14 في 15 مشاركة مشاركة انت لو مكان سامي كانت نسامي من صانع تفضل بيرستاو يلعب على الطرف ولا يلعب راس حربة زي ما شفناه مع مستر موسيماني لا يلعب على الطرف انا 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 عايز محمد شريف بكرة تواجده مهم جدا يعمل لك عمكه هجومي واستغل المساحات اللي في ضهر انتفاع الزمالك تواجده مهم قوي تواجد بيرستاو برضو بشوفه بيرستاو لعيب خبرة لعيب مهاري كان موجود في المباراة الاولى اللي انتهت بفوز الاهل خمسية كان موجود في المباراة الاولى بيرستاو بس ساعتها كان لسه في بدايته بيرستاو اعتقد لو لعب وينجا هيفرق كتير يعني محمد شريف بيرستاو أفشا أحمد عبدالقادر الرباع ده طبعا مع تواجد حزين الشحات وطاهر اعتقد ان فيه قوة هجومية كبيرة للنادي الاهلي تديك شراسة هجومية كبيرة نشوف المكرنة التانية بين لعيب خط الوسط عمر السلية وامام عشور عمر السلية لعب 11 مشاركة ب752 دي امام عشور لعب اكتر لعب 1344 19 مباراة 19 مشاركة جاء مسجل 3 أهداف و2 أسست مساهم في 5 أهداف السلية مساهم في 3 أهداف صناعة الفرص عند السلية على 14 فرصة مقابل 8 لامام عشور المحاولات الصحيحة 5 هنا و6 التمريرات الصحيحة برد 334 للسلية و657 لامام عشور دول اللاعب خط الوسط هنا وهنا في الاهلي والزمالك اللي عندهم الحرية الهجومية أكبر اللي بيسيطر في مطشات الكمة على وسط الملعب هو دايما اللي بيكسب المطش دايما متعودين على كده طول ما انت مسيطر في وسط الملعب تحديدا السلية السلية بيمر بفترة كويسة في الفترة الأخيرة هو شخصية كابتن المنتخب بعد محمد صلاح بيمر بشخصية كويسة جدا نتمنى ان شاء الله ان السلية يكون في حالته حيفر كتير جدا عندنا مقارنات تانية طيب يعرضو لنا برضو المهاجمين عمر السعيد ومحمد شريف ده بكرة راس الحربة هنا وراس الحربة هنا محمد شريف مسجل 5 أهداف في 15 مشاركة وعمل 2 أسست عمر السعيد في 18 مشاركة مسجل 6 أهداف وأسست صناعة الفرص 12 عند محمد شريف 11 عند عمر السعيد المحاولات الصحيحة 12 لمحمد شريف مقابل 18 لعمر السعيد عمر السعيد طبعا هنا شارك 18 مباراة أكتر من محمد شريف أحرص 6 أهداف هنا أحرص 5 أهداف بالمقارنة محمد شريف يعني أفضل بالنسبة لمشاركة محمد شريف في الأسست والصناعة والتحضير أكتر من عمر السعيد عمر السعيد تارجت أكتر هنا طبعا فتوح خارج المباراة مقارنا ما بين معلول معلول يعتبر أفضل لعاب الأهلي في الدوري رقميا معلول في لعب 12 مشاركة بس مساهم في 9 أهداف جاب 6 أهداف وهي عامل 3 أسست أكتر لعب صانع فرص في الأهلي أو تاني أكتر لعب صانع فرص بعد أفشة 22 فرصة المراغات الناجحة بتاعته 3 والمحاولات الصحيحة 6 من العناصر أو المفاتيح الوجومية المهمة لنادلال طبعا علم علول خاصة كمان أن هم بكرة نقطة ضعف الزمالك اجابها اليومنا لسه بنتكلم أن هم عندهم صغرة مهمة جدا أهم صغرة بكرة اجابها اليومنا طب النهاردة ممكن يدور في دماغ فريرة وأنت بتكلم بتقولي أن من أبرز القوة النهاردة النادل أهلي علي معلول ممكن يشيل إمام عشور من وسط الملعب يحطه بكرة ويدخل إسلام جابر في نص الملعب ويكون إسلام جابر وروقة وأوباما ممكن في حالة كمان أنه هو عشان يقفل ما هو أنت النهاردة بتكلم عارف أن دي لو لعب بخمسة لو لعب بخمسة لو لعب بخمسة ليه لأنها هيحط إمام عشور وتلاتة مثلا زي ما قلنا محمد عبد الشافي ومحمد عبد الغاني والوينش والباكرايت أي إن كان محمد طارق عبدالله جمع أي حد والتي يبقوا فيه تلاتة قدامهم أعتقد أن ده ممكن يكون السيناريو القارب لو حط إمام عشور باكرايت معانا المقارنة الأخيرة بين الأهلي والزمالك تفضل أدو الأهلي والزمالك في الدوري معدل تسجيل الأهداف ده بالإحصائية كل 90 دقيقة يعني في المطش الواحد النادي الأهلي أقوى هجوميا بيسجل 2.2 من 10 هدف كل 90 دقيقة الزمالك 1.7 من 10 معدل استيبال الأهداف 7 من 10 للنادي الأهلي مقابل هدف لنادي الزمالك فأنت أقوى دفاعيا وأقوى هجوميا معدل الاستحواز بتاع النادي الأهلي 60% مقابل 59% لنادي الزمالك الشباكة النظيفة 8 هنا و8 هنا بس إحنا لعبين مباراة أقل معدل المحاولات على المارمة 5.1 من 10 للنادي الأهلي مقابل 4.6 إنت أعلى صناعة الفرص برضو 28 21 إذن الإحصايات كتوتل كتوتل إنت أعلى في الأرقام بس خلي بالك دي كلها إحصايات وأرقام كلها حاجات موجودة في التاريخ أنا أقول دايما مباراة الأهلي والزمالك هي 90 دقيقة حالة اللعيبة حالة الجهاز الفني فوضع التشكيل الأساسية وأيضا يعني التغييرات أثناء المباراة أخيرا دكتور سابت أول مباراة لكابتن سامي أمصان كابتن سامي أمصان واحد من اللي بقى لهم فترة كبيرة اشتغل مع مدربين كتار في الناد الأهلي ما له فترة كبيرة عارف كل خبايا الفرقة عارف كل إمكانيات اللعيبة رسالة منك برضو لكابتن سامي أمصان اللي إحنا كلنا كجمير الناد الأهلي ومجلس إدارته عندنا ثقة كبيرة فيه كابتن سامي أمصان واحد من الكوادر الأهلوية اللي بقى لها فترة يمكنها متابعتي الفرقة كمان عن كورب وكابتن سامي ليه دور مهم جدا مع بيت سمو سيماني بيعمل دور محترم قوي حتى بيساعد في التغييرات بيساعد في حاجات كتير الرجل دليل سقط بيت سمو سيماني إنه ما كانش عايز مثلا مدرب مساعد إنه كان واثق قوي في كابتن سامي ومصان لأنه عارف إنه مدرب قوي جدا تكتكيا وجات له الفرصة بقى إنه خلاص بقى كسب مطشين وأخد الفرصة والمطش اللي فات عمل أداء حاله فأعتقد إن ده كل ده إحنا كسبنا مدرب وعد قوي وإن شاء الله ربنا يكرمه بكرة ويكرم النادي الأهلي وان نكسب بإذن الله شرفتنا ونورتنا يا دكتور ومتعتنا الله يكرم فكرت النساهم شكرا وبالتوفير للنادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله بشكر ضيف الدكتور أحمد سابت تحليل فني شامل كل طرق اللعب المتوقع بكرة إن شاء الله فريرة ممكن يواجه بها النادي الأهلي يتبقى بس توفير ربنا سبحانه وتعالى توفيه اللاعبين والجهاز الفني وبرضه في الآخر دي مباراة بثلاث نقاط مباراة في الدوري الدوري لسه مشواره طويل ولكن في النهاية بنتمنى إن شاء الله التوفيق للجهاز الفني ولعب النادي الأهلي بشكر حضراتك وشكرا جزيلا ويا رب نكون قدمنا لكم حاجة في هذه التغطية تغطية القمة بين الأهلي والزمالك 124 بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي بشكر حضراتك وشكرا جزيلا شكرا وإلى اللقاء